مرحبكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة البحثين السودانين واليوم شرفنا انو نواصل في سلسلة بالتعاون مع دار مجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية وعندهم يعني جلسة فيها عدد رائع جدا من الصيدلانيين والصيدلانيات وأحد دير الجلسة إن شاء الله دكتور إيناس سيف الدين وأنا لحد هنا دا بنرحب بيهم ونحن سعيدين جدا في بعض البحثين السودانين إن الشراكة دي مثمرة وقدمت عدد كبير جدا من الوبينار والفيديو في خلال الجائحة لحد داس فده يعني واحد من الجهود المستمرة لحنا مخصوطين بي جدا فخورين بيكم ومخصوطين بيكم إيناس تفضل السلام عليكم مساء الخير حكون معكم إحنا الليلة مجموعة من الفرماسيست كما قال دكتور أنور حكون أنا إيناس في الدين أنا الفرماسيست متخصصة في الصحة العامة مالي في المجال بتاع التخطيط والسياسات الصيدلانية ححاول إدير النقاش إن شاء الله بصورة عامة إحنا حنتكلم الليلة عن الدور بتاع الفرماسيست خلال الجائحة بتاع الكورونا والباندميكس بصورة عامة حنتكلم دورا من التجهيز الاستعداد ودعونا الباندميك حنحاول نعمل cover للحاجات اللي اتعملت في السودان حنحاول حيكون معانا برضو دكاترا من بر السودان من يوكي نحن نشاهد التجربة وحنشوف نستفيد من التجربة دي الكلام حيكون سيمبل على أساس إنه يكون فيه فايدة للصيادلة وفي نفس الوقت حتى الناس المع التكنيكل يعني بنسبة للكميونيتي ولكل المواطنين ممكن حتى يتعرفوا من خلال الويبنار على الخدمات اللي بيقدم الصيدلي وهم ممكن يستفيدوا منها دورين الباندميك في الكورونا سأنا ما حطول عليكم حنبدأ طوالي في الجلسة أول زل حيكون معانا دكتورة أشواج دكتورة أشواج هي سيدة العنية متخصصة في اقتصاديات الصحة عندها خبرة طويلة في مجالة راشنال يوزف ميدسن في التأمين الصحي في وزارة الصحة ولاية الخرطوم كانت إديتاريال في راشنال يوزف ميدسن جرنل عندها بردو وشيزف ميدسن في الهلس سيستم والهلس بوليس حتتتكلم في البداية بصورة عامة عن الرول بتاع الفارماسيست بعد كده حنفصل أكتر كهوسبتال فارماسيست وكوميونيتي فارماسيست لذا دكتورة أشواج تفضلي شكرا جزيلا إناس وشكرا جزيلا أنور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة جدا بوجودي معاكم وأنا حتكلم يمكن كلام عن الدور للصيادة خلال الفاندامج وخلال الأجزاء بشكل عام إناس أو أنور هل البرزنتيشن من عندي ولا من عندكم؟ نعم نعم سيبدأ طوالي شكرا جزيلا تفضلي عشو سأتكلم عن الفارماسيست للCOVID-19 لكن الكلام اللي أنا هتكلم به ده ممكن يكون فريم عام فريم عام في أي ببليك حيث إذا كانت نيتشار كريسي إذا كانت التحديد التحديد كل الأنواع سأتكلم عن الأنواع فريم عشر في كل الأنواع يمكنك طيب سواني أنا هشوف إذا بشي أنا هشتغل أحسن من عندي أهر ليكم الآن تمام أيوة واضح اوكي إذا زي ما قلنا هنتكلم على الفرماسيس يمكن زي ما إحنا عارفين الآن يمكن عاصرنا يعني من فترات طويلة أول مرة نعاصر كبير بالشكل ده اللي هي كانت الكورونا فيروس وبدت يمكن نهاية 2019 في الصين وحقيقة هي التأثير حقها ما في الصين فقط لكن من الصين انتقل لكل بلاد العالم وطبعا يمكن أكثر ناس كانوا في الفرونتلاين هم كل الهيالتكار والصياد لهم جزء كان أساسي ومهم جدا من الفرونتلاين هالتكار وارتكار وإحنا نقدر نقول بأنه كان عندهم دور كبير جدا في الـ responding للـ public health crisis وإذا كانت الحالية أو إذا كانت القادمة تقدر الله دائما إحنا لمن يكون في public health pandemics أو crisis الحاجة اللي بنكون عايزين نأكد عليها أنه لازم الـ response الـ initial response يكون الـ local يعني ما بنقدر نعتمد على آخرين يجونا من برة أو على الناس تجيك المساعدات من الخارج لأنه takes time لغاية ما يجوا الناس من برة يجي مثلا في حالة الزلازل في حالة الفيضانات وفي الحالات المشاكل حتى الـ natural disaster takes time لغاية ما يجينا مساعدات من الخارج وبالتالي لازم يكون أنا عندي initial response وطبعا زي ما إحنا شفنا كمان pandemics الخاصة بالCOVID لأنه كل الدول انشغلت بأنفسها لأنها كانت حاجة يعني عملت العالم كبير فبالتالي الـ communities لازم يكون عندهم الـ response plan ومهم جدا الـ response plan دي دايما بتحتوي على أربعة categories اللي هي الـ prevention نحنا كيف نقدر نمنع بقدر الإمكان الـ preparedness الاستعداد والـ response والـ recovery فيما بعد الكارثة وطبعا الفارماسي الـ professional لازم يكونوا جزء لا يتجزء من الـ community أو الـ country action plan طيب أنا حدا أتكلم بالـ pharmacy emergency preparedness response framework والـ framework هو applicable في أي حالة disaster الـ prevention معناه أنه إحنا دايما دي ميجرد بناخدها عشان نقدر نخفف أو نقلل من الـ risk الجاية بسبب الـ pandemic الـ preparedness دي أنا ميجرد بأخدها عشان أتأكد أنه يكون عندي timely و effective response يعني يكون الـ response حقي in the time and the effective manage وبعد دا أنا عندي الـ response وطبعا هنا الـ immediate action ولازم يكون الـ action في immediate سريع يكون effective و finally نقدر نقول الـ recovery وهنا الـ recovery measures بنبدأ نأخدها عشان نبدأ نعود لحياتنا الطبيعية نبدأ بالـ prevention وأنا هنا هدي أمثلة في القطاع الصيدلاني بالنسبة للـ prevention ممكن يكون شنو أول حاجة تـ provide the actual factual and reliable information updated information الخاصة مثلا بالنسبة لنا في Corona about the disease about the transmission about the treatment دي كلها بتكون مهمة بالنسبة لنا وبتهمنا هنا طبعا التـ transmission نحن كيف تـ educate the public about the infection control and preventive measurements الناس كلها كانت حاضرة في البداية الـ hand hygiene social distancing والـ self isolation دي كلها يمكن الناس تكلمت عنها في البداية بعدها طبعا في نقطة مهمة جدا implement the infection control measures في كل الـ pharmaceutical settings إذا كانت community pharmacy إذا كانت hospital pharmacy إذا كانت primary health care pharmacy مهم جدا أنا كالصيدلية بقدم خدمات للمواطن أنا ذاتي يكون عندي infection control measurement عشان أقلل ما تكون الممتقة حقتي دي عرضة لأنه يحصل فيها transmission للـ disease ويمكن الـ prevention من الحاجات اللي بدأت الناس يتكلم عنها يكون في point of care services تتبناها الصيدلية بعد ذا بجينا الـ preparedness وهي خطوة مهمة جدا اللي هي أنه إحنا نعمل حساباتنا وكل الـ activities بتاعتنا أنه إحنا تـ continue our basic services الـ including supplies والـ essential medications دي من الحاجات المهمة جدا أنه إحنا نعمل الـ measures حقتنا من البداية بحيث أنه إحنا هنواصل في خدماتنا خدماتنا ما يحصل لها disruption نتيجة للـ pandemics وطبعا برضو من المهم جدا أنه إحنا في النهاية الفارماسيست هما معزول من الـ community لازم يكون جزء من الـ community لازم يكون جزء من الـ local community disaster management team وبالتالي إحنا من البداية نكون مع الأتيام مع الأجهات التطوعية مع كل الناس الأدائرة تساعد عشان أنه يكون من البداية أنه ناس تشتغل مع بعض وتكون الـ plans واحدة مع بعض وأهم شيء بالنسبة لينا keep informed of relevant update يمكن كان الكورونا حقيقة درس أنا بعتقده مهم جدا في عملية الـ update with the information الخاصة بالكورونا بالإضافة طبعا للـ health agencies والـ regulatory bodies التي تكون موجودة في الدولة بعد ذا بتيجي النقطة المهمة جدا يمكن إحنا الآن بنتكلم حولها اللي هي الـ response الـ response ده خلاص المرحلة اللي بيكون فيها الوباء تفشى المرحلة اللي بيكون فيها أنه عدد كبير جدا من المواطنين أصبحوا تحت وطأة الوباء أو الـ disaster فمهم جدا أنه إحنا في حالة الكورونا أنه إحنا تـ implement referral pathways for any suspected cases حتى لو الـ community بالنسبة لينا ومهم من الحاجات المهمة جدا أنه تـ facilitate continued supply أنه لازم يكون في continuing the supply المدكيشن بتعتبر سلعة أساسية بتعتبر حق من حقوق الإنسان يعني حوجتها بتكون في كل الأوكات even during the pandemic وطبعا بالعكس إن الـ pandemic بيزيد من حوجتنا للأدلية هنا بيتيجي الدور المهم جدا للـ emergency supply للـ repeat medications الناس اللي بيأخذوا chronic medications بيقوم مرات في policies عشان يبدوا يعملوا الـ refill للناس التأمين الصحي فلازم في الحالة زي دي في الـ response نحنا كل الـ يعني نقدر نقول أنه البيروقراطية كل المثلا ما بنقدر نقول بيروقراطية لكن بيكون في referral pathway بيكون في pathway كل الـ pathway دي during the pandemic الناس تـ eliminate it طبعا الـ counseling للـ patients بيكون هنا مواصل وبالعكس بيكون أكثر لأنه الـ patients بيكون خايف وإنت هنا السيدالي هو اللي بيديه والـ reassurance والـ reassurance وأهم حاجة الـ supply shortage وهنا دي الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم عنها أنه الـ supply shortage حصل في كل الدول وهو بيحصل الـ pandemics دائما والـ disasters بتعمل الـ supply shortage فميجي دور السيدالي المهم جدا أنه هو to source therapeutic alternatives to source الأدوية البديلة المناسبة وكانت في حالة الكورونا كنا محتاجين للـ antiseptics للـ alcohols للـ hand sanitizers وهنا كان يمكن الدور اللعب الصيابلة في السودان العملية الـ preparation للـ alcohol والـ hand sanitizers formulation دكتور أشواج معاك دي جيكتن شكرا يا إيناس الـ recovery الـ recovery هنا بتيجي المرحلة المهمة جدا أنه إحنا بنعمل الـ normal working services وبعد دخلاص بنستعد نرجع لحالتنا الطبيعية والمهم جدا أنه دائما الـ pandemics بتضع جزء من المجتمع بيكونهم vulnerable بيكونوا محتاجين لـ care أكثر من غيرهم وهنا لازم نضع عليهم plan طبعا عندنا الـ hospital والـ clinical pharmacist أنا همر عليهم سريع جدا اللي إنه أردي دكتورة إسمان ودكتورة نسرين هيتكلموا عنهم هيواصلوا في شغولهم الطبيعي من الـ supply من الـ collaboration مع الـ other health professionals الـ infection control الـ responsible use وهنا للـ pharmaceutical products supplied حتى عمليات الأدوية الأولويات الـ rational use ذاتها للـ hand masks للـ gloves كل الحاجات دي والـ pharmacovigilance والـ counseling الـ community pharmacist معروف بالنسبة لنا أنه في الـ local middle income countries هم بيعتبروا دايما خط الباب الأول للمواطنين وخاصة في الـ lockdowns بالنسبة لنا كانت ظاهرة جدا في السودان يمكن الصيدليات معظمها اشتغلت لفترات أطول اشتغلت لفترة خلال الحظ فكانت الناس بتمر حولهم أنا ما همر على الـ responsibilities لهم لأنهم هيمروا عليها دكتور عثمان ودكتور آلاء لكن عايزة أتكلم عن نقطة مهمة جدا بأن الـ pharmacy as an information center دائما الصيدلية هي معقل المعلومات فمهم جدا بأنهم يكون عندهم الآلية ليدوا المعلومات الصحيحة سواء كانوا للزمل الآخرين أو للمواطني عندنا الـ licensing and regulatory agencies دائما عندهم دور مهم جدا الجهات الحكومية الصيدلانية بأنهم يكون عندهم الـ management plan بأنهم يضعوا كل العوائق والـ barriers الطبيعية التي تكون موجودة لأجل تجميد الخدمة في اللحظة دي هنا تكون ما فيش تشوي الـ policies والـ guidance وكان يمكن كان فيه تعميم من إدارة الصيدلة لكمية من المعلومات كانت بعملية الـ safety majors داخل الصيدلية داخل الصيدلية عندنا المنوفاكشترر طبعا دال الدور مهم جدا عندهم لأنهم يجب أن يتبقى في عملية المنوفاكشترين والـ supplies خاصة للـ essential medicine list وقدر الإمكان أنه ما يحصل disruption للـ supply chain عندنا الـ wholesalers دالهم دورهم مهم جدا أنه يطمئنوا أو يعني يتأكدوا وإنشور الـ sufficient supplies بالنسبة لنا وأنه حتى يدوا الصيدليات لو فيه أي hardship لو فيه أي financial restrictions في الحالة زي دية شورة وصراحة كان عندهم دور كبير جدا في الـ donation خلال الفترة الفاتت في السودان وأنه to make sure بأنه لو فيه منطقة مصابة أكتر من منطقة تانية يعملوا الـ balance أنه الأدوية المنطقة المحتاجة يرسلوها إليها عندنا الـ insurance agencies زي التأمين الصحي بالنسبة لنا هم مهم جدا أنه يتأكدوا بأنه فيه access للـ pharmacist خلال الفترات الـ lockdowns كل الـ utilization restriction هنا مفروض يكون ما فيش بالنسبة لنا أنا أختم بالـ pharmacist's response للـ COVID في السودان حقيقة خلال فترة الـ pandemic يمكن كل الصيادلة بكافة أنواعه ومكافة تخصصاته كانوا highly responsive to the crisis ويمكن أنا هدت هنا أمثلة هي فقط كمثال وليست للحصد وقسمتها بالـ matrix التي تكلمنا عنها في الأول عندنا الـ prevention حقيقة كان في كمية كبيرة جدا من المتوضوعين والمنصات كانت موجودة كانت مهمة الـ public education سواء عبر الـ social media عبر الـ posters عبر الـ leaflet كان موجود بشكل كبير جدا وأنا ما عايزة أذكر فئة وأخلي فئة لكن كان موجود بكافة اختلافات واختلافاته عندنا برضو كانت الـ pharmacy safety والsecurity equipment في السيدليات كانت موجودة كانت موجودة كانت موجودة بأنه صراحة كل الناس المسؤولين من الـ supply system قاموا بدور عظيم جدا في عملية to maintain the supply as possible وكان في volunteering في عمليات الـ education اشتغلوا في الـ call center والـ information center الخاص بالـ COVID في الـ response كان عندنا large scale الـ alcohol based hand sanitizer formulation وكانت موجودة يمكن ولغاية هذه اللحظة كانوا بيد المستشفيات وكل الجهات المحتاجين لها طبعاً continuing للـ dispense للـ medication والـ other necessary medication related items بالنسبة لنا الـ PPE والـ hand والـ masks وكل الحوجة للـ pharmaceutical agencies كان بالنسبة لنا الـ chronic disease حقيقةً جامت مشاريع كثيرة في مشاريع للـ home delivery يمكن في بعض الولايات زي شمال كوردوفان التأمين الصحي يقدم يعني كان كل مرضى الأمراض المزمنة كانوا بيودوا لهم الأدوية في بيوتهم عشان ما يتعرضوا ما يكونوا أرضى للوباء لو طلعوا من بيوتهم كان التأمين الصحي يمكن في معظم ولايات السودان يقدم بأن كل الناس تقدر تمشي الصيدلية مباشرةً عشان تقدر تصرف أدويتها المفروض بيتكون محتاج لنا في الأيام العادية يعني هذا كده سريع كان عن الـ response دي الـ references إذا اللي اشتغلنا بيها الـ presentation وشكراً جزيلاً طيب شكراً جزيلاً دكتور أشواج دي كانت مقدمة جنرال بعد شوية حنتكلم in details أكتر الـ two main topics حقتنا حيكون الـ hospital pharmacy والـ community pharmacy حيكون فيه فرصة للنقاش بعد ما كل الـ presentations تنتهي حيكون فيه الفلور مفتوح أي زال عنده سؤال ممكن يشاركنا به سو أنا هسا هنتقل للـ next guest معانا دكتور عمار دكتور عمار ممكن يكون هو هو well known لنا قلنا نمستان في السودان يعني يعني نوعاً منه من يغطي يعمل مدسيين وفارماسيسيين في الحكومة وفارماسيسيين في الحكومة حيث هو هو مانتظر في السعارة والفارماسيسيين نحن تتحدث عن المدسيين في المنطقة في العالم وقامتهم عن التأكد في الحكومة وقامت بإمكاننا في السودان حسنًا دكتور عمار سامعني سامعك دكتور ريو حسنًا 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 حاول أدخل من إنديانا حسنًا نرجح حسنًا 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 أمار بك عباس سيدة لي مركز المعلومات المتدوائية المستشفى في انجلترا أنا شغلي ومدسين مالجمينة وأحبت بس أوضح الأدوار المختلفة أحبت أوضح الأدوار المختلفة للحسنًا في الموديل اللي عندنا في بريطانيا في النشوال الهير سيريس وأشوف التجربة بتاعتنا أصنع الفترة بتاع جائحة كورونا كيف إحنا الأشياء تجاربنا المرينا بها الحيات الممكن نستفيد منها مع بعض في تحديات التجربة بين الزملة في السودان وكيف إحنا ممكن نحاول نستفيد من الغلطات الغلطتنا فيها هنا في النظام الصحي في بريطانيا اللي جدان إنه لو حصلت تجاربكم مهيئين ونستفيد من التجربة أكروس مع زملائنا في السودان وحزننا قيمة تجربتنا عموماً أنا حاقبدا بإنه أبدي بكويك أوفر فيو عن السيتنج اللي إحنا شغالين فيه هو مستشفى ريفي 500 سرير بكفر كل السبشياليتيز ما يعني بغطي كل الحيات ما تيجشين الهوسبتل لكن تيرشيري باسكولر سيرجيري رفير البوينت يعني بالنسبة للريجوم بتاعنا اللي جراحة بتاعت القوية الدموية عندنا 500 سرير زي ما قلتها بنخدم تقريباً بتاعنا 52 ألف مواطن الخدمات السيدلانية عندنا 33 هولتاين فارمسيست وحيب تقريباً زي 45 تكنيشين وأسيستان تكنيكال ستاف نحنا تقريباً عندنا زي ديبارتن فيها زي 80 شخص تقريباً بتاعت حوالي 35 مليون جنيه سترلينة سنوياً بس حبيت اعمل مقارنة بسيطة جداً انه المبلغ ده اللي احنا صار فينه في بوبيليشن بتاعت 250 ألف في السنة احنا بنصرف للسودان كله قدره شهرياً يعني تقريباً احنا محتاجين كما 40 مليون دولار عشان نقدر نحل مشكلة الدواء فإحنا بنصرف في السودان في الحقيقة في الأدوية بكل القطاعات بكل بنصرف المحتاجين اللي والاصطناعة الدوائية المحلية مع كثير يا أخواننا relative لبلد بحجم السودان ومحتاجين نزيد الصرف الحديد فمهام الأساسية في الدبارتمنت عندنا حكين عندنا الحوكمة الفينانشي الواننس والكليكي الواننس والكليكي الواننس احنا الأدوات بتاعتصاد خلاف السبلاي فونكشن احنا عندنا أهم حاجة ان نتأكد من السيفتي فإحنا رسالة لإدارة المستشفى للتراسبور بالنسبة للأمور المالية اننا نتأكد كم مستشفى اننا نتأكد كم مستشفى نتأكد كم مستشفى للتراسبور وهذا الأساس ويتحدث عنه زمان عثمان أكثر ووظائفة الصحة بالنسبة للتراسبور المالية احنا مزئولين بالنسبة للإدارة المستشفى للتراسبور ووظائع اكسترن الواننس بحاجة اسمها التي هي عشان تتأكد اننا نقدم خدمات صيدلانية على أسس نحن متفق عليها مسبقاً ويجب أننا نتأكد بحاجة التراسب بحاجة التراسب التي هي مستشفى وخطوات واخدتينها لتأكد أن الدورة الخدمات السادانية ماشى بصورة ممتظمة نحن نتأكد نحن نتأكد انه الدوة بحاجة التراسب بحاجة التراسب وإنه مستشفى يعني بالنسبة لنا الجروسة التي سنصرفها ستجعلنا حتى لو الدوة أغلى ممكن أن نتأكد بالنسبة للحساب وممكن أن نتأكد بالنسبة للتراسب والسافتيات أفضل فالأساسمين ممكن تحصل في الدراسل والتراسل أو في نشاط المعارضة مثل الانسيطات الأمام اللي هو اسمه نايس نحن ننفل في البركورمت في البرسكرايبن يعني في البرسكرايبن في البرسكرايبن اللي هو الجزء بسيط جدا من البروسيس في المونيترين بتاع السافتيات هل هو سيف؟ هل هو أدى المطلوب ويستطيع الأشياء دي كلها برسكرايبن برسكرايبن كل الأشياء دي كلها بيتخش في العيانة طيب سريع جدا الأدوار المختلفة للسيادلة في المستشفى عندنا المستشفى المستشفى لكن دا الشغل بتاع الساعدة فيه ما كتير شغل مين لمنسبة للتكنيشنز عندنا المعلومات الدوائية المعلومات الدوائية حشان نتأكد من المعلومات الدوائية والستابيليتي عندنا التكنيشنز المعلومات الدوائية عندنا التكنيشن المعلومات الدوائية التكنيشن بتاع العملية كلها كل شيء مفروض تتم بصورة التكنيشن التكنيش تسريع التكنيش 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 كلها حتكم موجودة بصورة التكنيش التكنيش كل الناس ده كلهم مع بعض عندهم إموت كليناك الكار للقليناك الفامنسي سيريس طيب أهم واحدة من الحيات المهمة جدا اللي إحنا عندنا فيها رول المناجمات والسupply chain management طبعا لازم نكأكد أن الدوم موجود في المنطقة كبار ما تتعطي أي شيء يعني عندنا very significant drug shortages globally ما في السودان بس دي حاجة من الحيات اللي إحنا نكمن بينه بين السودان لكن هنا عند الوقت مشاكل شريكي جدا بدأت بمشكلتنا مع البيجزي واستعقت الأمور بجائحة كورونا عندنا increase demand up to 24 في بعض الأدوية خصوصا في الأدوية بتاعت الكريتيك الكار في الانتنسيف كار الطالياتي كار ميديسينز لأنه الوفيات زائدة جدا كانت عندنا كان 33 ألف وفاة في المستشفيات في الانتي ميكروبيلز في الCOVID-19 ثرابتي ذلك الأشياء الزائدة بجلوروكونا اللي هي دخلت في الانتنسيف لكن مسجلة أصلا لأضر الانتنسيف ففي فبراير 2020 الوظيفة الانتنسيف بعدما الCOVID بيقى بيري بربلان في الصين طلعت قرار أنه ينجسوا من الإكسپورت بتاعهم في الرو ماتيريال والفينيال الفينيال بالنسبة لعدد من الأدوية الحكاية دي أثرت علينا طوالي الـ Department of Health and Social Care في اليوقان اللي هي وزارة الصحة يتكلمت عن أنه إحنا لازم نعمل الـ Common Task Force عشان نشوف ممكن نعمل شنون حلحلة مشكلات كافية المسألة دي أثرت علينا هنا في بريطانيا وطوالي بالتأكيد أثرت علينا في السودان برضو على السماء الدوائية المحلية في السودان فالأشياء كلها مربوطة ببعض والمشكلة كانت بلوبال طيب عملنا شنو؟ من الأدوية للأدوية للأدوية على السماء للأدوية الدبارتون في هذا عملت إلكترونيك داشبورت إنه كل المستشفىات تقدر تشوف المستشفىات في الريجون الواحد طالبة قدرشينو ومسكة قدرشينو ومسكة قدرشينو ومسكة قدرشينو الديمان كان كيف هل طالبوا أكتر هل طالبوا أقلّة والستوكس بتاعتهم قدرشينو ستشتات لو يحتاجنا نعمل ترانسفير من المستشفى لمستشفى تحصل بصورة سليسة وسريعة جدا بعد كده لما نكون الدوامة فيه هيحصل إيه؟ المشكلة إنه الأدوية دي بتكون بالنسبة للكلينيكا معينة هنحتاج نحلحل الإشكال ده هنحتاج بدائل طيب البدائل دي بدل ما كل زول يشتغل في البدائل دي الوحده إحنا هنا بيجي الدور بتاع الناس نشنال يشتغل مع الكلينيكا عشان اطلع بحلول نقدر منستفيد منها كلنا في الوقت المتعام طيب المدicine's information services support the safe effective and efficient use of medicines through إنا تدري advice evidence-based إنتنا ناشنال نتوار فيها الـ52 مستشفى الـ52 local medicines information center واثناش الرجional مع بعض كلهم ناشنال بيعمل بوضي كبير اسمو ال-UKMI United Kingdom Medicines Information Executive طيب ال-UKMI بيشتغل مع different specialist policies يعني مثلا British Society of Hormatology Public Health England ال-NICE National Institute of Excellence عشان يطلعوا guidelines مع بعض للبدائل وإحنا بعد كده نشير البدائل نعمل لها application في مستشفى نغير ال-Policies accordingly نغير ال-Prescribing policies نغير ال-Prescribing systems وال-information الجديدة نغير ال-Dispensing systems عشان ونشتغل مع primary care إنه ال-information تمشي بالصورة ثالثة من المستشفى لل- primary care and back يعني نستعمل a lot of electronic reference sources specialist sources التي ساعدنا في remote access يعني أنك تشتغل هذا الشغل من البيئ إذا تطلب الأمر لو أنت self-isolating ممكن تشتغل مع المكتب وممكن تشتغل مع المستشفى من أي حدة الكثير جيدا إنه السورس of information التي نستعمل هنا في اليوكي هي نفس السورس of information استعملها مراكز المعلومات الدوائية في السودان مال التي نستعمل الـ medicines complete وده متوفر عندنا حسي في السودان وده حاجة جميلة جدا الـ cost كان مناسب جدا لإنه تبدأ المئة ألف مشترك في السودان ووفرهم through الـ agreement مع صندوق القاني اللي انضاء الطبيع وكل الـ healthcare professions في السودان ممكن يدخلوا through الـ organizations بتاعتهم ويشوفوا نفس المعلومات اللي نستعملها فبالتالي انحنا لدينا زوجة جدا مع زملائنا في السودان في الـ medicine information وبالتحديد في المركز الخرطوم مركز ولات الخرطوم للمعلومات الضوائية في الوزارة فإحنا بنشتغل معهم ونشنالي والمعلومات اللي عندنا بتمشي مجموعة ومشارية مع السودان وهم بعمل شغل جميل جدا جدا بشارة الـ information في حتات كتيرة ويشتغلوا في مركز الخرطوم للمعلومات الضوائية بعد كده بالنسبة الـ clinical pharmacy services الـ services كلها هات تبغير الموضات حسب الـ clinical العمبر الموجود هل هو COVID ward ولا ما COVID ward لو هو COVID ward طبعا لازم الـ patient flow اختلف كل الـ emergency services واجفت في الفترة دي ابتداءا من March 2020 كميز بالنسبة لنا للـ pharmacy care التي ندخل في العنابر نحن 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 أن الدواء تقليل بخير على حساس أن نجلل المسكيك بتحت الأدوية الأخطاء الدوائية ويسرع الوقت ونسرع الـ patient flow لأنه كل ما يكون في مشكلة مع الدواء العيان بيقعد مدة أطول وبالنسبة لنا لما العيان يجين أن الـ reactions بس الأعراض الجانبية ولا حتى أخطاء بالنسبة لنا بيتخلي بيزيد عدد الأيام في المستشفى average of four base ونحن محتاجين للسراعي طيب بالنسبة لنا بالنسبة لنا في الـ services دي كانت مهمة جدا لأنه نحن 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 لأطيبة كتيرين والأطيبة جوا من الدسيبلين من الدسيبلين يعني من عنها برجراحة من حتات تانية لل front line بالنسبة للميديكال ورد الحتات التي يجبها الكوفيد ما مدعويدين على الهيئة بتاعة الباطنية فحتاجوا للسيادلة إنه يصلحوا لهم التسكاير بطار وموضف واختاء دوائية كتيرة هنا كان الريال value of الوارد based pharmacy services عندنا special clinics الصيادلة لل chronic conditions مثلا مثلا الhematology الoncology في حيات زيدي دي كلها اتغيرت الموضل بتاع السيربس بتاع من phone clinics ل telemedicine عشان التساعد في السيربسيز فكان عملية جميلة جدا لل integration of health الCOVID-19 therapies كان لدينا أكبر trial national اللي هي recovery trial كل الفاغنس departments عندها clinical trial team clinical trial team governs and coordinates trial بالنسبة لنا كانت جوز شغل كتير جدا ومهم جدا جدا لأن الانفورميشن في recovery trial كان بتحصل on a daily basis changes to protocols for randomization بتاع patients أدأ الحيان دوين بياخد شنو الدو دو بيصل كيف safety هيحصل كل عشياء كبيرة جدا الدكساميثاثون مثلا الإفكت الطلاح سيقول شو الناس كل بقول دو سيساعد في الشيفة وكدا في حاجة مهمة جدا ده كان واحد من كذا في recovery trial و recovery trial هي اللي اكتشف إنه الدكساميثاثون ممكن تكون positive لكن الدكساميثاثون والليه نستعمله كتير جدا يعني بصورة ما سليمة في أشياء كتيرة جدا بيسموه أبو النجم ومش عارف إيه ده الدكساميثاثون ده ستيرويد اللي هو زي وزي الكورتزون والأشياء الزي الدكساميثاثون ده ما بينفع عشان تبريفنت الكورونا الدكساميثاثون ده بينفع لو أنت محتاج لأكسجيني يعني الإنفكسان ستيرويد ستيرويد ندكس حالات الوفيات بالتلت لو الشخص أصلا في الانتنسيف اللي هو الفرصة تحت الوفاة الوفاة 40% فلنزل 40% إلى 28% بالنسبة للناس المحتاجين الوفاة تنزل من يعني الريسك بتاع الوفاة ينزل من 25% إلى 20% فهو ما بيحمي الكورونا ومو وقف حياة طيب الهيدروكسيكورو طبعا الناس عرفت غير مفيد بل بالعكس ممكن يكون ضار في الدوسيس وعنده side effects بالنسبة للأمراض في قلبه كذا فما محسي خلاص استبعد نهيق عن أنه بالنسبة للزول عشان يوجف الكورونا نهائي ما مطلوب وما مفروض زول يأخذون طبعا في حيات الثاني مثلا زيبليزمي exchange ودي دورنا فيها مع كبير في إلقار اسمه Rendezivir اللي هو غير مرخص وكل الأدوية المعنصة ومع مرخصة لعلاج الكورونا Rendezivir unlicensed لكن available لنا من الشركة في أمريكا عن طريق حاج اسمه Early Access Medicine Scheme اللي هو بدون الدواء لكن علينا إننا نطلع لهم الديتا عن outcomes السافتي يشتغل ولا لا وكان سافة ولا لا فإحنا كسا عطلة دورنا نمشي نعين للعيانين نطلع المعلومات ورجع للشركة بالنسبة للمعنصة لا يوجد أي حاجة توقف الحديث لا يوجد أنه يشتغل في الكورونا بالنسبة للكلام أنه الاثياثروميسين تأخذوا في بروتوكول عشان يتجف نقول لهم نحن لا عشاء عالين بها أم نعم كويس علينا شغل كثير جدا نحن كساعد لأن العيانين يدخلوا العيانين يدخلوا المستشفى جدا يا دكتور ريناس حفظ المستشفى لا يدخل بس بالكوفيد يكون معه أشياء ثانية فإحنا علينا أننا نشوف الأمراض الثانية دخلها بعلاجات الكوفيد الحص الشنو فبالنسبة لنا لاحظنا أنه تجلطات فبالتالي بالنسبة بمبئ هبارين عشان نقلل فرص التجلطات والجرعات أعلى من المعتادة وبالتالي اضطرنا غير البرتوكولات كلها ويوجد البرتوكولات واليستشفى وكل حيث المستشفى أنه يجب أننا سيستدخل هذه تحديث بالنسبة الخônق لإنه دخل مدخن سأعود أدوية على حساس أنه تحاول التقلل من الأعراض ثم لا يأتي من العنبر لكن يكون قاعد والأدوية يأتي المتوفرة ميكانيا الحص الإنتميكروبي بطريقة معينة لما جاءت الكوفيد اضطرينا اننا نغير البروتوكولس عشان تمعتش مع العدوية بتاعت الكوفيد فعندنا الرول مهين جدا جدا في المستشفى اللي هو الـ Antimicrobial Specialist Pharmacists that leads on the COVID-19 Pharmacist response leads on stewardship بغير البروتوكولس زي ما قلنا بينسق معناس الـ Infection Control ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا احنا عشان نتأكد مش للعيانين بس احنا كثيرا بنتحرق في حتات كثيرة جدا في المستشفى بالنسبة للـ Walls بالنسبة لنا عشان نكون عارفين الـ Patient Flow يمشي كيف وإحنا زادنا تصرفاتنا تمشي كيف والـ Processes بتاعتنا تمشي كيف وطريقة شغولنا تمشي على حسين نجلل الـ Infection Control بنعرف الـ New Guidance بالنسبة للـ PPE دي طلع كل يوم جاي من Public Health England كل يوم بتتغير فعلينا ننشيل الـ Data بتاعت الـ Outcomes بتاعت العلاجات ورجع باك للشركة بتاعت الـ Remdesivir عشان نتحصل على العلاج في الـ Ascetic Services اللي هما دين نحصل Compounding ديل عادة الناس بيشتغلوا تكنولوجي بيركبوا الأدوية والـ TPN والتغذية المدورية يعني ما بين طريق الفم لازم تدعمل في حتات معاقمة وغرف نظيفة فديل عادة بيشتغلوا شغول كتير جدا فعلينا نحصل على العلاجات لأنه بعض الـ Oncology Services غيرت الموضل بتاع العلاجات وحاولوا بقدر الإنكان انه يعالجوا العيانين برا فديل الـ Capacity بتاعتم غيروها بحيث انه يشتغلوا بحيث انه حاولوا قدرا إن كان يركبوا الأدوية دي للـ Intensive Care Units في شكل حقا لابلت اندوها لما على الساس انه يقللوا الـ Waste بتاع الأدوية ويقللوا الزمن ويسرع الـ Patient Guarney يخلوا للناس إذا الأدوية جاهزة فاشتغلوا شغول كتير تبناش تأكدوا انه الـ Stability Data اللي عنده موجودة تقدر انه يعمل الحياة دي وتكون الأدوية stable فديل كانوا بالنسبة للـ Supporting Critical Care areas نجي في النهاية للدور بتاع Critical Care Farms صرره مهم جدا جدا لأنه كان فيه significant demand على المستخدمات تحت الـ Intensive Care ما كان عندنا عناية مركزة كافية سراير كافية يضطروا يشتروا الخدمات من القطاع الخاص يشتروا منهم السراير ويحولوا لهم العيانين وكان لازم بقدرا إن كان الـ Patient Flow مش بسرعة شي جدا عشان كده كان مهم أنه يكون عارف العيان دي جاي بشنو يهتوا أدوية ما أخذ شنو كل حاجة safe ما فيه الأدوية بتاعته تتصرف بطريقة منظمة ما يحصل أي delay لأنه نحن لازم نتأكد من كل المعلومات إنها صحيحة الدواء safe before ما يحصل من الـ Technicians فما كان في enough numbers بتاع critical care طبيعة شغلة مختلفة الفيزيولوجيا بكون مختلفة على البني آدم فالـ Seting اللي بيكون مشتغل فيه الفارماسيس محتاج يعني special training فإضطروا إنه يدربوا عدد كريب جدا من السيادلة حتى إنجلوا الناس لـ Critical Care Hub Model فيه مستشفىات يتبنت في فترة وجيزة جدين جدا أربعة ألف سرير مستشفى في لندن الـ Lyon-Tingdale Hospital يتبنت في مركز بتاع معرض واحتاجوا لناس سيادلة يشتغلوا بسرعة شديدة جدا يدربهم على أساس إنه يمشوا يشتغلوا هنا فأهم حاجة بالنسبة لينا وضيغ قربتها خلاص أخلاص شكرا الـ National and Professional Bodies كان في سبورت من حيثات كثيرة جدا اشتغلت مع بعض على أساس أنه الأمور تمشي بسهولة يعني كل الناس لازم كانت تشتغل مع بعض مثال Public Health England by guidance بتاع PPE الـ Clinical Bodies الجمعيات الطبية اشتغلت مع السياد لعلى أساس أنه يغيروا الـ Protocols بتاعتهم بتاعت الأدوية in response to COVID-19 أي أدوية مثلا محتاجة شديد جدا وتحليل وكدا ممكن نميد من المسافة قدر الشنو هل ممكن نعمل الحياة دي برى المستشفى بقدر الإمكان ما عايزين العين للمستشفى في الصدد نشتغل مع Specialist Farmers Services نحصل UKMI Quality Assurance Units الـ NHS الـ Conventional Medicine اللي هو الـ Equivalent بتاع النظارات الطبية نكون عارفين stocks بتاعتنا قدر الشنو نكون عارفين نكون عارفين نكون عارفين نحن دعوية أحكم ما فيه الـ Key Quality Commission اللي هي الهيئات الرقابية اللي بتجي تفتيشنا في المستشفى تأكد إننا نحن شغالين سيفلي برضو يعني كانوا لهم دور كبير جدا 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 في إنه طمنوا الناس يا أخوانا ما يعني يشتغلوا بصورة سيف لكن إحنا ما حنكون بيروقراطيين هنأخذ كل التفتيش بعد الجائحة بتاعت كورونا وحتى يعني تسهلوا معانا في حيات كتيرة جدا جدا زمان ما كانت تسهلوا معا على أساس أنه يسرعوا الشغل الـ MHR اللي هي الرقابة الدوائية الـ Equivalent بتاع المجلس بتاعنا في السودان كان لدينا دور كبير جدا 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 في إنه يخليني نستورد أدوية وإنه تفاصلات بصورة ثالثة الـ Pharmaceutical Industry أدتنا كتير جدا أدوية على الـ IL Access Schemes الـ MHRية سمحوا لهم أنه قبل ما تدوى قبل ما تدوى يكون السجل يدول الناس بصورة على الـ Special Deal أنه يرجع لهم الـ Information ويسهلوا عليهم والـ GPHC اللي هو الـ الـ Pharmaceutical Society اللي هي الـ Professional Bodies بتاعتنا برضو أجلت كل وقفت كل الـ Requirements بتحت الـ Continuous Professional Development والتفتيش وكدو لغاية بعد الكورونا وحتى وقف الامتحام بتاع الصياد طيب وإحنا هنا في آخر سلايد السلايدين قبل الأخير ده بنتكلم عن الـ Medication Without Heart كل حية تدعمل سافة يعني إحنا الفوكس بتاعنا على السافتي الـ Conclusions بتحتيه إنه كان فيه ملتبول لسنس إحنا دعلمناها من الـ COVID-19 وديه أشياء إحنا ممكن مستفيد منها بالمسبة للـ الـ Preparedness بتاعنا زي ما قالت دكتور رشوات لو حصلت حية زي دي تاني لأنه قبل كده ما حصلت حية بالشكل ده الـ Personal Impact إخوان علينا ما ننساه الـ Risk Assessments في المسبة للـ Staff الناس الـ Pregnant الناس الـ Obese الناس الـ Black and Ethnic Minority Groups لأنه الوفيات وصيد ما كانت عالي جدا وفي الأخد زمن لغيتنا يعرفه إنه إحنا متى حية ريسك عشان رجعونا من الـ Frontline بالمسبة للـ Workflow Plans طيب لو أنا إيسلا إيسولات زميليح يشتغل كيف كيف يمكننا نعمل من هنا وكذا محتاجين محتاجين فليسيبليتي جدا لأنه كل يوم الـ Guidelines فإحنا ما عندنا طريقة غير ما عندنا ندعمل مع إدارة المستشفى نحترى الـ Meetings نكون عندنا عالي جدا وفليسيبليتي وما في وقت إنه الواحد ينجمي كل شيء ما في وقت حتى للشاكية لازم نكون مستعدة موينة من الـ Reactive إلى الـ Proactive الـ Supply Chain بتاعنا الـ Academic Resilience الدروسة اللي استفلنا منا إنه الـ Manufacturing بتاع الأدبية لازم إرجع إلى الـ UK ودي أخوانا صناعة الدوائية الوطنية حاجة مهمة جدا لأنه ما حصل في الدنيا عرفنا إنه الـ Globalization ما بيشتغل على العالمة دي قدر الفترة بتاع الكورونا بالطدسيبطيني نعم فترة بتاع الإنشونالي ومشتغل مع أرواح شكرا جزيلا شكرا جزيلا كتا خيرا شكرا جزيلا دكتور عمار هذا كان مفهومة جدا دكتور نسرين دكتور어 نسرين ماتي معانا قد تكون معنا دكتورة نسرين حتتكلم عن الإعادة بتاعت الكلمة في السودان لكن أفتكر في التكنيكال إشوز عندها حيدخل معنا دكتور عثمان بعد كده حنرجع لدكتورة نسرين دكتور عثمان حسنا معيكم شكرا لنا أهلا دكتور نعمل صف شخصات عثمان هيتكلم معنا دكتور عثمان ست فتكلم معنا شخصات عثمان حيتكلم عن العزاء في السودان بعد ذلك سنجتمع لدكتورة عثمان في السودان وبعد ذلك سنرجع لدكتورة العثمان في السودان حسنا علشان المقاطعة شكراً لكم في البداية شكراً جزيلاً لمدموع الدار ومدرسة الحسين الشباني للقرص دي وأنا وسمعاً في رئيسولي دكتورة أيضاً أعمل العام في اليوكي خريجة عملت الخطول و جيت اليوكي طواري بعد ذلك خصصتها في مجال الـ Primary Care Pharmacy والتي اشتغلت كثيراً في مجال الـ Primary Pharmacy لدي خبرة بسيطة مقارنة مع الناس الذين يتلافعون بالدار في البداية سأخش طوال عشان شوية لدينا مشكلة في الزمن سأتكلم اليوم عن الـ Changes التي حصلت في الـ Primary Care والأخصية بين الـ Community Primary Care سأشوف كيف أنه الحاجة دي أستطيع في الـ Practice بتاعنا أناسيا وشكراً وشكراً لدينا مستشعر تقصيحة حالياً ولدينا مستشعر هل بسرين واضحي ناس؟ ايوه زاهرة ممكن تعمل بس هالسلايدشو عشان اي اوكي هالسلايدشو ناس؟ هي بس ما فول سكرين هميلي فايف بشمان؟ اكتب الله اوكي اشتركوا في اشتركوا في القناة 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 أوسمان سمعنا شكلا طلع مرة واحدة ممكن يكون لكن لحد ما يجي راجع ممكن طيب من البعض هقدم ألا ألا أيوة هل لاحظت عمشير من عندك أو أعمل من عندك من عندك من عندك حسنا 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 سلام عليكم ألا عبد الرحمن خرجت جامعة الجزيرة 2009 حاليا مستودع الأدوية مستشفى مدني و كميونيتي فارمسيس أنا حتكلم عن دور الكميونيتي فارمسيس و ديورين البانديميك بتاعت الكورونا ونحنا كميونيتي فارمسيس كيف يجعلها وما يجعلها. أسفل المترجمات كم نحن نفعلها في هذه المترجمات المترجمات لأننا لدينا محاولة مع الناس. و بالذات لأن الاجتماعي للمستشفيات و العيادات فيها إشكالية وحتى الناس عندها فوبيا من أن تمشي العيادة أو تمشي المستشفى. بفتكروا إنه لو مشوا ممكن يدعادوا أو حاجة. طيب what we do as a community pharmacist أول حاجة نحن بنملك المعلومة اللي هي بتكون حقيقية وريل وإنه الناس يعني لو عايزين المعلومات من وين ياخدوها لأنه في الفترة الأخيرة كمية من الإشاعات وكمية من المعلومات المغلوطة بتنتشر. حتى برضو بنخلي الناس إنهم up to date the last information لأنه كل يوم في معلومات جديدة وكل يوم في حاجة جديدة. برضو educate people about the covid and how to protect themselves and their family في الصيدلية لما نجونا. لأنه في بيقة كمية من الحاجات ما متوفرة والطلب عليها كثير شديد. ممكن أن نمتع أن الناس توري الالترنتيب سورس of vitamins and minerals. دو consultation on pharmacy. في بعض الصيدليات وحتى زي ما ذكرت جبيل أشواج أنه نعسى التأمين الصحي. بيوصل الأدوية. بزات لناسية chronic disease عشان يتفادوا الكراوديد عشان يتفادوا الستريت of covid. برضو كان ناس كمية من الصياد اللي اشتغلوا في preparing hand sanitizer and disinfectant. Next slide. برضو الكمية من الصياد اللي كانوا يطوعوا مع الorganization to increase awareness. وبردو عملوا كمية من البوستيرات والليفلت ووزعوها. وما ننسى برضو دورة social media حتى سعينا على social media يعني. Make simple dialogue with neighborhood or whatever. لأنه بكلام بسيط بمعلومات بسيطة إنت ممكن لما تتناقش مع الزول إنت ممكن تقنعه بالحاجات بأنه مثلا هو فيروس الantibiotic ما ينفع على الحياة الزيدي. بحاجة إلى المستخدمات بالذات إنه نحن في الوقت إنه السبلي فيه شورت شديد. تحاولوا بحاجة hand sanitizer and face mask على المستخدمات بحاجة لأنه المستخدمات عليها كثير شديد فالحاجة كل يوم ماش أعلى. وزي ما شفني إنه لسه إنه في الهان sanitizer في كمية منهم يتوزعوا or free. بنوقف الشائعات وال المستخدمات اللي هي بتنتجر بصورة فضيع الأيام دي زي كان في الـ voice message بتاعت إنه السعودية حتفيك الحظر فبالتالي إنه ناس تستعمل الزيتروميسين والبنادول وحاجات زي دي. استعمال الفيس ماسك والغلوفز المستخدمات والأيام المسك آخر. الإشكالية بتاعت الـ الـ paper prescribing وإنه السعودية بتكون مرض على كمية من النصف فممكن إنها تكون contaminated فإنه أفايت إنه التطش أو حتى إنت لو لمستها بتقوم تستعمل the hand sanitizer في كمية من الصيدليات في المستشفيات حتى في صيدليات برايبيت كان بيتتعامل بالشباك وحتى عندنا في الشعبيات وردو كان في شرطة بأنه بيدخل الناس 1x1 أخرى أنت ممكن أن تلقاها من الفراكي ومن الحياة الزيدي أخرى دكتور أنور أخرى برضو إنو دال الزنك من الحياة الكامة التطلب كتير شفاديت فدال الالترنتيب صورس. نكس سلايد. إنو ناس دخلي بين كل الظل والتاني زي متر أو مورزان متر عشان ما يحصل اسبريد للكوفيد. نكس سلايد. بما إنو الناس بقد في خوف وزعر من الكوفيد. نكس سلايد. طيب الخوف وإنو إنو نحن في بنيك سيطواشن فده بأسر على اليميون سيستيم بتاعنا. وبرضو السوشيال ديستانس الإيسولاشن الحياة الزيدي والإكستريم change of our daily life. بتخلي الزل بريست يعني حتى لو لاحظتوا في السوشيال الميديا البوستات كلها بارعا إنو الناس زهجانة وكده. فبا يساعد وإنفار الناس لتأمل أو حتى العبادة بتاع التفكور. أو إنو انت تعيش في اللحظة الحالية. وإنو الحاجة دي ما هو فوريفر. وإنها حتى يعني حتى عدي فممكن إنو تنبروب فيه علم جديد في السيكولوجي اسمه positive psychology. بدل إنه نحن نركز على إنه حاجاته شنو بيركز على الهبيين وهما بيعملوا شنو وبينحاول إنه تقبي ذلك إنه انت بـ positive thinking بإنه الامتنام بإنه انت تفكر في لحظة أنت كنت فيها سعيد فحترجع لك المشاعر وبالذات إنه نحن في زمن فيه علم الطاقة كثير وهو الـ accessibility يعني عشان تاخد الـ information ضريفة شديدة Next slide الحياة الجاية هي اللي بتدعمل في الـ community pharmacy فحتكم في كمية من الصفر وكم سورة كده في الحياة المعمولة في الـ community pharmacy في المدني والخرطوم Next As the protective measures اللي بياخدوها الفارماسيس يعني ممكن الناس تستفيد منها تكوبي الحاجات دية في الفارماسيس عندها Yeah yeah Sanitizers الناس wearing gloves اللي بياخدوها الفارماسيس يعني ممكن الناس تستعمل الاسطح لأنه إنت لو بوزيتيف أو عندك بوزيتيف وما عندك Yeah فإنت ما تهبش أو حتى لو بشت الناس تعمل disinfectant والhand sanitizer إنو من الناس تعمل بوزيتيف أو بتوزيتيف Yeah Next slide Same Next slide To keep distance Yes Yeah This reference Next slide Thank you Thank you Thank you I'm Dr. Ala So I'm in the experience of the community pharmacists in Sudan So we will go to see the experience of the community pharmacists in the UK Dr. Ossman with me Dr. Ossman, this is your mute Dr. Ossman is mute ممكن تعمل انميوت لل... نعم كده ستعمل نعم سيستعمل سأبدأ بالتشارع تخليه كان في مشكلة في الاب فأنا سأحاول مرة سأحاول مرة تمام تمام نعم 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 بطريقة بردو هاتكلم عن ستراتيجيس هي كلها باستخدام ورسرخ كانت ناجحة جدا في أنو تخلينا نقدر نتجاوز التجاوز بردو هاتكلم ببساطة عن الدور بتاع الصيدلي في الفترة تحت الوباء وفي الفترة ما بعد الوباء بردو وهنتكلم بردو عن بعض الليسونس والدروس الناس استفادت مننا من البراكترس عشان نقدر تنبروف البراكترس بتاعنا الآن أثناء الكوبيد وتنبروف البراكترس بتاعنا في الفريتشور البراكترس بتاع الانشيس حتى لو لاحظتوا الحاجة كويسة الكوميونيتي فارمسي شوية شوية بيجد تخوش هذا الموديل في الانشيس يعني الزمان كان في البرايميري كار اللي هم الجي بي وكان في الهوزبيتلز شوية شوية مع التغضم اللي حاصل في الكميونيتي فارمسي بيجينا نقدم كمية من خدنات الصيدرانية المختلفة الحقيقي دي خلت الكميونيتي فارمسي بيكون واحدة من القلر الأساسية وذي ما شايفين هنا دي بعض الرؤوس العامة اللي ممكن اعمل للصيدري اللي هو بعمل مقبل Ske strengthen me want to serve communism structure safety sites we modern excellence we monitor on iv weave and we monitor expectations that a patient ya treatment برضو بنعمل supporting Leadvation and to yourself many creative their help to their medication برضو تنساعد impatientte minor Indiana conditionsoug mother بابتو في السي بابتو في الكمنية نتكلم عنا شوية نحا تكلم عن نمبر سريع عشان نقدر نعرف الاستمتعى الكمنية فارمسي في اليوليكي في الانجلند في 12000 كميونيتي فارمسي رغم كبير جدا وفي اوبر 30 000 كميونيتي فارمسي عندنا كونتراك مع الانشاس بيزقسم لثلاثة موديل الغيبات يعني نجح لدي represents مع المسيحات المى المحلصة ومكما يسخنو المقامة ولكن ما فرفق الناس فارمسيجيين ونحن نحن نهند أعيه المحلصة على المحلصات سيضاء لدينا خياتنا 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 تحتاج لسيسنسي للثارمسيس لتقدمها المختلفة المختلفة والسيطة المدينة عندما يكون هناك مدينة جديدة يقدم الخدمة بتاعته بيعمل له كاونسلين وبعد ذلك بعمل له مقالواب ومانيترين ثلاثة التراثم بالإضافة لكده 20 سيطة المدينة تقدم منها الترافل كلينيك الفاكسناتشن السيكشوال الكونترسيبتشن كل هذه السيطة المدينة الحاجة الأساسية هي بتشوف من الرغم بتاع الكمبيوتى فارماس بإنجران لانه بيعمل على مدينة كده هو الفيريس بوينت بتاع الهالث سيستيم دائما الناس هو السيدلي بتاع الكمبيوتى فده الحاجة اللي بتخلي الأهمية بتاع الاسيطة وخليه أول زون من النظام الصحي بلاقي المرضى دي حاجة سريعة توريكم هاو افكتيف هاو الفارماس بإنجران في اليوكي المثال الأول بالنسبة لمرض الأزمة الإنجران بتاع السيادة والساعدة بتاع الانهالر تقنيق وبتاع الناس وبتاع الناس وبتاع الإنجران وبتاع الناس وبتاع المرضى بالأدوية ساعدت في ان يحصل في الحاجة في الهوصول بالنسبة لمرضة الأزمة بـ 20% برضو 40% من البلد يعني stated that their control is improved بعدما هما خشوا فيه services مع السيدالي الجدول دب ورريكم بعض cost savings الممكن يحصل لو نحن عدينا بيقرروا للفارماسيس وعملنا لهم ترينيج بصورة كويسة عشان يأخذوا وظيفة أكبر في النظام الصحي يعني دي مور دان 4 بليون باونز بين الحكومة والانشيس وكيدا due to interventions بتاع السيادلة اللي هو يا إما تو بريفينت صايد افكت ولا تو بريفينت 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 حتى مرات سيمبل مجرس الإدوكاشن والمعلومة ممكن تحقق الحقيق انا ولل جو فورد للشعينجز الواجهتنا دورين الكوبيد دوري السابي تواجهنا طبعا ملحات في جزو منا ريليتد لليو كي وفي جزو منا هو وانترناشنال يعني بعض المسانع قاعدة ومستعدة تنتيج لكن ما في اكتب انجريجيات برضو في مشاكل بتاع برضو بالنسبة لل PBE من التعليجز الكبير التاني risk of infection من التعليجز من التعليجز primary care وفي الcommunity بكون في close contact بكون في private consultations بكون في دائما long queues في Lemon ريسك للباس للباس بالغاية و برضو من التشارع الكبير كان في شورتاج في الفارماسيسطاف ودي حاجة understandable لانو جيزه من الاسطاف كان self-isolated جيزه من الاسطاف كان sick فكان في absence كتير الحاجة دي شوية برضو واحدة من المشاكل كان من واحدة الناس في انكريز في الworkload في for example يعني برضو دي مشكلة كبيرة حصل زيادة في السيرفيس ديماند على سياء الله واللي هو ده ناتج من في بعض السيرجيز في بعض السيرجيز والجيبي سنتر لاني أقول patients face to face أول مراتة الpatients بكرون عايز حاجة يعني داري لعيز حاجة حاجة لعيزة الالجيزة الالجيزة فهذا يحتاج الناسيزة لما تلاقي الناسيزة والحاجة دي كل زادته الزادة تسير في الزيادة من الواضح أنه في نيد واضحة جدا أنه ياخذ السيرفيس دي بري والكير مدرسة والبروشيدرث العادية التي نحقنا بتبع في مجال السيدله يجب أن نحن نستمر غير جداً لإنتكار معك مطلوبة تتحصل على المخطأ بالكورونا نحن نحن نكتب عنها إمتباع التعليمي نحن نحن نقوم بعمل حسن التعليمي من التعليمي حدو كلها نحن نكتب عنها شوية برضو من المهمة جداً للسيدة نكتب أن عليك أن تكون احتفالك في النهاية العتوقات و الإتحالية لجعلنا العديد عشان تقدر عندك مهمتين أساسيات الأولى أن تنجل الناس الموجود معك والحاجة الثانية الناس طبعه فا انت بالإضافة للعمل مفهول تمشي وتعمل التعامل والتعامل والشغل بتاعك برضو من التعامل زي ما قلت انه ما في فيزيكال اساسمنت ما في خيس توخيس كونسولتاشن حتى النورمال دراج مونيترين يمكنك نعمله مثلا بانه المريض بيمشي للمعمل النتيجة مثلا المسيطريك زيت هتدار تشوف الكدنيفنشن الحياة اللي كانت بتحصل تحصل انه دراج سيف ولكن شويه بيقى صعبة يعني بالزات انه بيقى فيه فوبية عمومة نتجى انه ناشى الهوزبترين الحياة دي كله قدت لانه حقيقة يعني بيقى المزيد من التحنامج بإنه الهوزبت لن تكلمنا عنها دي كلها بيقى فالغرار الطبي وغرارة سيظل بيجا صعب جدا في مشكلة أساسية بتاعت cash flow في البيزنس طبعا نحن عزيز مختلفة بتاع الـ owners الـ activities تحت السيادة كان بجيب profits قلت كتير الـ over-the-counter sale الـ private services الـ prices حاجة الدروتز زادت حاجة الـ PBE زادت برضو في مشاكل بتاعت stockpiling بعض الـ patients بيقوم بيشيلوا كمية من الأدوية 6 شهور 3 شهور بتخلي يلا جزء من الـ patients التانين ما ياخدوا برضو في aggressive behaviors هنا في patients بيكونوا شوية بتضايق ويزعلوا من الحتة بتاعت الـ الـ social distancing كل المجرس برضو بتعمل مشاكل زيدي برضو وفي مشكلة ساسيابي نواجيها ونالا ديالي بازي اللي هي الـ misconceptions عن الـ COVID-19 جنالي و الـ treatment فيجو ناسك تاري جدا بكين دائرين 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 يقولك والله الـ conceptions الـ البرد كلها اللي هي ما صحيحة دائرين 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 تظهر دائرين 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 ناجد تحقيق افضل حاجة المريض جديد للغانون الأساسي نحن قاعد نستغل به الأيام يعني كل الغوانين وكل الريجوليشن وكل الحاجات دي شوية بيجدت فلكسيبول لانه الناس كلها وقاعدوا على الناس الاجتماعات الهما حاجة اتكلم سريعا بعض الستراتيجيز اللي عملناه ونعمل فيها لسه عشان نحاول نقلل من التأثير بتاع الشرنجيز اول حاجة بيجينا نعمل ادنفكيشن بيجينا نغيّر السيرابيس حق التالباتين بالزاد في الرؤول بتحتينا انا برضو شغالة زي برسكرايبر وبردو بلاقي بيجينا بصرف له يعني بكتبلوهم برشتات قاعد أدوية بمرات كتير جدا الكميونيتي فارنسي بيجوون بيدربو لنا بقول يا اخي الدول فلاني ما ممجود بيحتاج نغيّر المريض في برضو من الحياة اللي عملناه معظم المرضى اللي كان بياخذوا درقزات التي يجب عليك أن يكون رأي ممتنسي ونحاولناه لدرقز التي ليستحتاج لممتنسي من البعض مثلا إزال كيس مع الوارفرين مثلا معظم المشانين في الوارفرين حاولهم لأبعض البنز الوارفرين الذين يحاولون طبق الإنجوان يتجفون بيجوونيرش وبتالي حاولنا معظمهم نحاولهم لتابلتس وكابسل بحوام كيس لنسهل الحاجة اللي برضو من الحاجة الـ very unique أنه نحن في الفترة دي يعني استغلنا كتير جدا في الـ remote consultations والتليميديسين في online chats, you can chat online مع صيدلي, you can speak to somebody في التليفون مرات كتير جدا من عمل e-consultations بالفيديو عن طريق الـ WhatsApp مثلا الـ platforms المختلفة فدي حاجة جديدة و very interesting يعني في المجال برضو الحاجة المهمة جدا حصل continuous education and development training للناس بيجنا نستخدم كل الـ platform تحت الـ e-learning والـ virtual training دي كلها عشان الناس تقدر on a daily basis تشوفوا الحاصل شانو يجلسوا في الـ COVID-19 برضو في الـ guidance الكثيرة طلعتها الـ government or professional bodies واحدة من المجاليات المهمة بالنسبة لنا في السودان في الفترة الجاية أنه يأخي دائما إكتع حشان تخلي الـ practice standardized في كل البلد لازم يكون محكوم بـ guidance الـ guidance ذاته لازم تكون جاي من evidence فبالطريقة دي تأسي مثلا إذا بدأت تحويل patient مثلا من integrator الـ immediate release الـ controlled drug release يعني الـ immediate release مثلا ما متوفر بدل نترك الحاجة دي الـ individual skills صحة pharmacist دا من الأفضل أن تكون حاجة يعني controlled by guidance من الحكومة هذه يعني أو من الـ professional bodies المختلفة برضو من strategies التي كانت ناتحة جدا الـ partnership working يعني حاجة unbelievable الفارمسيز مرات بتاقي تلقى الـ GP زاته قاعد helping الدكتور الفولنتير في ناس كتار جدا يعني أنا في الحكة الـ GP اللي أنا شغال في عندنا أكثر من 100 people locally just volunteer to come everyday help cleaning the pharmacy help doing some of the basic work help delivering medicine to patients دي برضو كانت من التجارب الكويسة بتاعتنو ناس كلها شغالة مع بعض الـ wholesalers برضو جزوا كبير جدا منهم ساهم ساهمة شديدة في توفير الـ PBE مثلا لسي الله حتى free of charge يعني ده كامية بتاعم التطوع المنتاز من الحاجة المهمة جدا حصل exercising للـ professional judgment اللي دي حتا تكلمت عنها الجالب أنه في مرات كثيرة جدا يعني دي الـ professional جد ما يمتع السيادلة دورين الـ COVID-19 يعني كان مهم جدا أنه التمرات لتو ميك تكون مالي لكن حاجة دي أفضل للـ patient يعني الحاجة التانية حصل flexibility في الـ laws و الـ regulations خلت أدت السيادلة في ريدة مكتر في أنه هم يقدروا يعملوا الحاجة يعني واحدة من الحاجات الـ very fascinating يعني أخي نحنا الدون الفرصة عنه تدي dispense control drugs for 5 days يعني ماكسمم لمرض بدون رشدة فدي برضو من الحاجة الساهمت في الحلول الكثير ويحصل ممتاز جدا من الـ government للصيدليات والـ primary care pharmacy بقيمة 300 مليون اللي هو في حاجات معينة زي home deliveries change of opening hours في صيدليات كثيرة الناس سالتها تزيد الساعات تحت العمل بتاعها أن تشتغل weekends تشتغل في إجازات low comes drug prices بعد ذاك اعتبروا الفارمacy من الـ key workers كانت حاجة مهمة اللي هي أدتهم priority access to testing أي زال من الفارمacy حاسة بإعراض ممكن شامل التستين طوال بصورة سريعة عشان ما يدخل في الوقت في البيت مسافة طويلة اللي هم عنده رجع طوال يشتغل الكيس برضو بتاعنا الفارمacy الدوم مكان في الـ schools عشان يقدروا هلهم يجوا برضو الـ health coaching and self-management support بتي حاجة برضو كانت very unique أنه اشتغلنا كتير في أنه نعلم الـ patients كيف كيف يحتمدوا على نفسهم في حاجات كتير جدا تخص الدواء يعني في ناس كانوا بيأخذوا حقا ورهم براهم كيف ولا وروا واحد من العائلة بتاعتهم اتكلمنا معهم عن المونيترينج بتاع التويتمنت ذاته فالحاجة دي كانت ممتازة في أنه الناس اشتغلوا شغول بتاع education كتير عشان المرضى يقدروا على نفسهم بعد ذاك فيه تول جديدة خشت عشان تساعد الماس وميكة الكينيكال موظم البرسكريبش نسي بيجات ساعد المستوى نسي بيجات اميال النشايا از للحاجة لتحوي المعلومات عن المرضى والأدواء التي تأخذها سي بيجات المستوى للنشي بيجات بيجمع للحاجة لكل مكان وموضوع بحاجة الصور بيجات الحاجة في الـ Pharmacy premises الحاجة العردة الشمال دي اوّل حاجة بتلاقيك في الباب الصيدلية قبل ما تخوش يعني دي بيستبتك ويقولك إذا كانت تحديد أشياء فلا تدخل في بلدين فدي برضو ساهمت كويس جدًا بالإضافة للـ Social Distance Rules الـ 2 متر بالإضافة للـ Use بتاع الـ Physical Barriers فدي كل عمل تدخل للـ Risk of Infections في رؤوس كتيرة جديدة بتاعه بتاعت responsibility دكتور عشواج اتكلمت عن الـ Normal Rules اللي سيأضل في الـ Community و الـ Clinical لكن دي بعض الرؤوس اللي احنا لاحظنا أنه بدأت تجد على الـ Pharmacy بالذات بعد قدرة الـ COVID بيقى فيه application clinical pharmacy service في الـ Community بيقى في Public Health الـ Pharmacy في اليوكي حتكون المين testing hub مثلا التست بتاع الـ Antibody هذي الـ Contribution بتاعنا هتكلم عنه لاتر في الفترة ما بعد الـ الوباء الباكسينيشن برضو ممكن دعم للصيباليات زي ما قولنا الـ Health Coaching والـ Teaching About Medicine التاليميديسين والـ Remote Consultations الـ Life Style والـ Nutrition Expert دي حاجة جديدة برضو اللي لا بيجوك ناس بقول لك أخي أنا أأكل شنوما سينا عشان أساعد الـ Immunity بتحت زي ما قال الدكتور على فبردو دي رول جديدة الـ Research and Local Formula والـ Policy Building Rules برضو دي حاجة جديدة لنسي الـ Pharmacists بيجو كنتروبوت في الـ Comities المختلفة بتاعة الـ Infection Control في الـ Hospitals بتاعة الـ Syrapeutics حتى الـ Local Formula برضو الـ Pharmacists بيجو موجودين فيها بجينا برضو برضو ممبر للـ NHS multi-disciplinary team فطوالي بكون في ميتنكس مختلفة في وبنار ساعة وفي الـ Comities المختلفة في السيادة برضو يشاركوا فيها السيادة برضو يشاركوا في الـ Local Volunteer Programs في سيادة دكتار جدا بعد ما الواحد يقفل من ترينة الشيخ بتاعه ويشي بيشتغل في برنامية بتاع الـ Volunteer مثلا يمص الحياة من الدكاكين للناس اللي في البيوت كده المترجمات من الفترة دي كتير أول حاجة هتكلم عن أربعة حاجات بتخص الـ Pharmacists الـ Webaa ده ورّ بوضوح بالنسبة للـ Government أو للـ Decision Maker أنه الـ Pharmacists ممكن يكونوا أربعة حاجات ممكن يكونوا اربعة حاجات ممكن يكونوا اربعة حاجات لـ Other Healthcare Professionals بيجينا تلفوناه كتير جدا لأنه اللي عمدي ما في الزمن فالدكتور بيضرب لعك أنا عايزك بتدول خلاني أعمل شنو أعمل شنو هل الدود أفضل؟ فبيجينا برضو معرضين لنا واحد نفتدي الـ Informations برضو بيصورة سريعة الـ Patients برضو بيضربوا لك طوال أول ما تطلع حاجة الـ News أو كله عن أدوية جديدة مثلا لـ Covid كده بيضربوا الحاجة المهمة الثانية أنه الـ Public Health Messenger الـ Pharmacists أثبتوا تماما أنهما المهمة السبيء من مهمة أو الرسول بتاع النظام الصحي مثل الـ المسيكلة المختلف عن يقايا من الأمراض عن تحديد الخلال نتحدث في الزمن ونحن ند現 هذي منا بقامة بريض الدراعة فقط بكترة ربهم جميعنا بقامة هذا ليفتحين كخاصة بها ثم نحن 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 نعلم مناس المناس بربهم بمنات بردها و جيدها بالشبارات و مع البداية فقط بجردها جيدها بردها بريضها باكترها جيدها برا على جميعنا مناقش من الل MUSIC حتى في حاجة ترى اسمع الشورت البروتوكول زي اتكلمت عنه عجلت عن الدولة ومعكس طوالب وشوفوا الافيدنس بتاعتنه افضل بديل الدولة عشانه اصطلعه واندي برضو شاركو فيه الفارماسيس فيه إنتردوكشن برضو لـ New Point of Care Service كلمنا عنه زي التستن هب الفارماسيس هاي بدي عمره تستن للانتبوضي حسان اي زول بروفت هاد الانفكشن بفور ممكن بعد يرجع لشول الفاكسناش برضو التطورات الحاصلة فيه هاه راية تطورها لأنه يأخذ باكسن دلو نجح افضل حتة عشان يبدأ يعني عمل فيه هتكون بيان الانفكار من التطورات هايكون عليها الكبير جدا لنمييزوا هايكون داري أساس التلوميديسة والفارماسيس إنتردوكي إذن مرحل تكلمت عن الانفكار من الانفكار من الامر في المساعدة الانفكار من الانفكار من الانفكار من الانفكار قاموا بغير ماتدس لأنه يعمل الكلينيكا الرويس حقته لدي برضو حاجة ويجب أن نأخذها للتويتشير برضو حصل الكميونيكاشن بصورة ممتاز جداً بين السيادة في البريماري و السيادة يعني في كتير جداً من الأدوية التي تبدأ في المستشفيات المرضى بمعملهم ديشار وطوال الكلينيكا فامس الذي يدرب الكميونيكا فامس لأنه يخلق واب مع البيانات برضو حصل اليدانتفكيشن للهيرس دي حتى الناس كان بيتعمل في الفترة يعني الناس قاعدت وشافت كل الناس قاعدين وقسمتهم لثلاثة جروبات حسب الريسك بتاون فيه جروب بيحصلوه شي يلضم في الجدود ما بيستع فيه جروب ممكن يستع لكن فلو الصوصيال ديستانس كده فكل الكاتيجوريزيشن بتاع الريسك حصل حتى بالنسبة للميديسين حاجة برضو دي ما قلنا حصل امورمين للناس عشان لحاجة ممتاز جداً من الحياة اللي برضو حصل لها الانترودكشن الحاجة البيزنس continuinity والاستطابة أي صيضلية أسهي ولا جيبي ولا كدا مطالب بانه يكون عنده خطة واضحة عشان تكون تينيو البينيس بتاعه ده لو قامت مثلاً حريقة لو كهرباء حصل فيها مشكلة لو حصل مشكلة بتاع الستطاف أي حاجة لازم يكون عنده خيار بديل عشان نضمن انه السيروث يستمر والحاجة دي برضو يتلوكس انو is going to be جزو أساسي من education or training بتاع السيادة انو كيف تديل مع المالجنس برضو زي ما قلت الفارمسي طارتو بارتزب سيد في ليدرشيب ليفل في البوليسي الديسيشن ميكين دي بعض الرفرنسي اللي أنا استخدمتها محتلفة وثانكو بريمش دي فارمسي هيروز دي حاجة طلعت في ممتاز جدا الحاجة الكويسة انو حصل ركوغنيشن لليهود بتاعت السيادة دي دي واحدة من الحياة اللي حصلت في البوبليك انو حصل هاشتاج اسمه فارمسي هيروز اتكلم عن كل القصص بتاعت السيادة المتازة دورين الكوفيد حصل ركوغنيشن من جانب البيان برضو اخر كلام لوزار الصحابة بتكلم عن الفارمسيز كده ان شاء الله الحاجة دي ممكن تدي فرصة كويسة للمستقبل فانو الفارمسيز تكون عنده امرو الأكبر على مستوى العالم وعلى مستوى الولد ان شاء الله شكرا لك شكرا دكتور عثمان اعتقد ان هذا كان جيد جدا وثكر فيه ممكن ان تستفيد منها انا ما حطول سنكون في الالاست الالاست دكتور نسرين السيد شكرا دكتور عثمان من سودان شكرا بورد شكرا شكرا نسرين بورد نسرين بورد في المستشفى الشعب وهي ممبر هي الأمينة العام لل ال Clinical Pharmacy Association في السودان سو دكتورة نسرين معنا دكتورة نسرين سو دكتورة نسرين سو دكتورة نسرين السلام عليكم ورحمة الله شكرا المصدر باحثين السودانيين ودار على الاستضافة دي أنا سعيدة ليلة أن أشارككم أنا حتكلم إن شاء الله عن الأمورت يونيتز بتاع تلكلينيك الفارماسيست في السودان يعني أنا مش هتكلم من لي عن الإكسبرينس هأذكر طبعا بعد الأمثلة عن الإكسبرينسز لكن من لي هتكلم عن الأمورت يونيتز ممكن يعمل أي فارماسيست في الحصفة بس ما عليش لو سمحت ليا لحد ما أشير الدوكومنت بتاعي أوكي تمام أوكي ما عليش دكتورة نور لو قدرت أشيرت ليا من عندك لأنه يبدو في غالب الموبايل ما نقق أي أوكي تمام 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 أوكي واضح أيوة كده واضح نعم أوكي طيب إن شاء الله أنا أيزا أول حاجة بس أدي مقدمة بسيطة كده عن إنه الكلينيك الفارماسيست في السودان بدأت تقريبا من حوالي العام 2005 ووز كونسنتريشن كان على مستشفيات براية الخرطوم دور نسرين الشاشة صغيرة يتي بتشير من موبايل الشاشة صغيرة آها أوكي يا ريت طيب أوكي أعمل أوب شير أوكي أوكي طيب تمام زي ما قلت أنا كنت عايزة أتكلم عن إنه بداية الكلينيك الفارماسيست في السودان بدت في 2005 تقريبا حوالي عام 2005 وتوسعت بعد كده لحد ما شملت عدد كبير من مستشفيات ولاية الخرطوم يعني طبعا زي أو زي أي خدمة جديدة أهمها الشورتيج بتاع الركروتمنت بتاع الناس يعني عدد الكلينيك الفارماسيست بالمقارنة مع عدد الأسرة والكباسيتي بتاعت المستشفيات نوعا ما بسيط وما قادلتك مع خدمة كل الباشنس الموجودين طيب في البداية لما بدت الجائحة بتاعت كورونا طبعا أغلب المستشفيات كانت ما بيبيرت للمسألة دي بعد كده الناس بدت تقيف وتشوفني ممكن تعمل شنو فكجزء من الكوميتيز اللي تكونت داخل المستشفيات وكده كان في بارتسيبيشن من الفارماسيست وأن كانت أوسبيتر أو كلينيكل عشان تويبروف السيرفيزز من خلال الفترة بعد الكريسيتي فأنا تقريبا حتكلم بس عن الابورت يونيك إذا ممكن أن يزول في أي ستين بتاع مستشفى يقدر يشتغل دورين الكوفيد يستغل البوينت دي عشان يقدر يظهر العمل بتاع الكلمة الفارماسيست أو يقدم خدمة متميزة من خلال عمله فحاتكلم عن 5 points تقريبا اللي هي أولا الـ Development of Formula Reinstitution Protocol الـ Participation in Patient Care Process والـ Provision of Information and Counseling and Training والـ Monitoring of Treatment Outcomes and Safety للـ Investigational Drugs وآخر حاجة حاتكلم عن الـ Infection Prevention and Control within the Hospital الـ Next please Dr. Anwar إذا حبيت تتكلم عن الـ Development بتاع الـ Formula Reinstinct أو الـ Formula in general والـ Institutional Protocols طبعا نحنا عارفين المزاعة الصحة هنا الاتحادية نزرت بروتوكول خاص بالـ Covid patient بما يعرف بالـ Case Management الحاجة دي لما نزرت على مستوى المستشفيات بقى فيه كل مستشفى على حسب تخصصيته وعلى حسب نوع الـ Patient اللي بتتعامل معهم والـ population حقها لازم تـ Adapt بعض الـ Parameters عشان تـ Suit الخدمة اللي بتقدمه ليه المرضى بتاعهمها يعني مثلا for example في مستشفيات بتستقبل مثلا مرضى الفشل الكلوي والغسيل وكده فديل طبعا عندهم specific يعني بروتوكول لازم تتعامل ليهم فيما يخص الدوزين والـ Contra Indications بتاع بعض الأدوية الممكن تكون غير ملأمة ليهم طبعا عشان تعمل الـ Institutional Protocol بتحتاج انك تكون يعني in collaborative مع الـ Other Health Care Providers الموجودين وكان في تعاون كبير في بعض المستشفيات بين الـ Pharmacists والـ Other Health Care Providers عشان تـ Develop such protocol برضو كمان الـ Formula Resting واحدة كانت من أهدافها إنها هي تحاول to allocate the limited resources العندنا هنا في السودان towards الـ وعشان تماننا ماجهة drug shortage الموجودة حاليا عندنا وبنعاني منها كلنا إنه allocate the limited resources دي للحاجات to rationalize يعني the use بتاع الأدوية اللي عندنا عشان نقدر نغطي بيها الحوجة خلال الفترة بتاعة الجائحة فدي كانت من أهم الأشياء اللي عملت في Formulaary على مستوى يعني الولاية وعلى مستوى المستشفيات النقطة الثانية كان عن الـ اللي هي اللي هي الـ خلال الفترة للعيانين من المنومين في المستشفى في المستشفيات يعني بمختلفة الـ الموجودة فيها حدد من الخدمات من امتداء من إنه السيلكشن بتاع الدواء الـ collaboration طبعاً مع الطبيب المعالج بعد ذلك لو منحتاج أي dose adjustment لو في أي monitoring parameters لو في أي direct direct interaction دي حاجات روتين بتتعامل لكل عيان طبعاً طبعاً كان فيه مشكلة في الفترة الأولى إنه فيه shortages في الإصطاف وفي كده فكان فيه تعاون كبير ما بين الصيادلة والـ other health care providers ومين لي nursing staff لأنه كانت بتواجههم مشاكل كبيرة في يعني بعض ما يخصها للموجهات بتاعتها الأدوية administration و monitoring parameters بتاعتها وكده فكان فيه يعني collaboration كويس مع الharmacist الarea دي الحاجة الثانية طبعاً إنت نفسك ديوني قلق جايحة انت بتكون محتاجة تقدم خدمات لعيان يعني مثلاً جاني عيانة دنيتك في المستشفى بcardiac problem ما عنده كوفيد أنا هاكون كيف هامشة بكراك ذا ولو كان عندي عيان عنده كوفيد with other comorbidities يعني عنده مرض قبل قبل ما يصاب بالكورونا كيف أنا هاتعامل معه فدي كانت يعني هي من الحتات المفروضة للفارماسيست يوجه انتباهه لها إنه هو كيف يقدر يمشي routine services بتاعته بجانب إنه لو يتواجه بعيان هو يعني في السيفير acute respiratory infection فيعني كيف انت تقدر تكومينيكات مع الهيالثكير بروفايدر التاني في انك انت تراشنغيز اليوز الدوزز regarding المشاكل الصحية التانية بتاعت العيان وكده فكان في دور كبير للصيادة في الحتة دي الشيء التاني طبعاً برضو الـ يعني البروتوكول اللي بينسي من الوزارة بيكون طبعاً زي ما قلنا جنرال لكل العياني بعد ذاك انت بكون عندك special population زي ما قلنا قبل ضربنا مثل بمرضى الغسيلة الكلوي مثلاً عندنا الحمل والمرضيعات برضو عندهم specific يعني precautions الزر المفروض لياخدها قبل ما يبدأ عندهم ألوية معينة في متابعة معينة مفروضة تتعامل بدي كلها ممكن الصيدة للسريري يشارك فيها ويكون عنده فيها good input وطبعاً زي ما ذكرنا the patient is combined underlying disease يعني العيان أصلاً يكون عنده مشكلة أذكر من هنا الاكسامبل بتاع الاستخدام anti-coagulation أو مضاطعة التخصر في العيانين اللي هو بتستخدم ك prophylaxis لعيانين COVID لكن نحنا مراد بيكون عندنا بعض diseases underlying disease like the fibrillation والعيان بيكون محتاج ياخد anti-coagulant بشكل مختلف يعني فالدوز هنا بتختلف يعني مفروضة بديها بشكل مختلف للCOVID patient لكن لأنه عنده underlying disease فهنا بكون عندي intervention في أن الدوز يكون شكل مختلف لأنه عنده يعني another comorbid condition طيب الحاجة الثانية طبعا برضو تكلموا عنها sorry previous Dr. Noir اللي تكلموا عنها كثيرة زملاء دكتور عمار ودكتور عثمان وكمان أشواج ذكروها اللي هي الحيثة تاسترابيديك ودين نشتغل بيها سواء كان في hospital setting أو حتى يمنع على مستوى ال consultations بالجينة يعني بالتلفونات وكده إنه مرات كتير طبعا زي ما شوفنا هسين نحن البلد في حالة بتاع شورتيجز لأدوية كتيرا فمرات الصيدة للسريري بيقوم بعمل لأنك انت تتغير من دواء لأناظر ثرابيتيك والإنترنتيك أهم حاجة ولازم طبعا نخد في اعتبارنا ما يعرف بالـ أو الجرع المكافئة الممكن استخدمه من الدواء الثاني طيب الحاجة الأخيرة في طبعا المونترين يعني بلات الأفكيكسي والسريري سواء كنت أنا باستخدم زي ما داد دكتور عمار off-label drug زي ما شوفنا هسين في الCOVID ناس الhydroxychloroquine هو أصلاً حاجة جديدة يعني فهل يعني الاستخدام ده جديد في الCOVID فالأفكيكسي بتاعته كيف وصيد إفكت بتاعته كيف فدي برضو ممكن يقوم بها الصيدة للسريري سواء كتور نور طبعاً كل الزمل السابقوني نتكلم عن الحيثة بتاعته بتاعته الـ information والـ counseling والـ training وزي ما قال لك للعثمان قبلي إنه لازم تصيبت عشان يكون هو source of information للـ health care provider يعني انت وجودك في المستشفى مع الـ health care staff دايماً بيكون أي حاجة متعلقة بالدواء بتكون انت الشخص الأول اللي بيفكر ويسأله فإبقين انت يجب أن تتحرك updated with emerging information اللي هي كل يوم والثاني نحن بكون عندنا يعني updates جديدة عن الـ COVID والـ treatments أو الـ data اللي بتجي عنه فلازم نحن نكون عارفين الحاجة الثانية طبعاً زي ما ذكرت قبل شوية موضوع الـ e-consultation أو teleconsultation إنك انت يعني كان في عدد من المبادرات من الصيادة السريريين إنهم يشتغلوا عن طريق الـ برامج التواصل الاجتماعي الـ WhatsApp والتليجرام وكده في الخدمة بتاعة الـ consultations دي زي ما بقول مثلاً أنا عندي يضرب لك زوال أو يرسل لك أنا والله باستخدم الدول فلاني للضغط وما تلقى طيب أنا ممكن أحول ليشنو أستخدم شنو فإنت ممكن تديه زي ما قلناك بالـ therapeutic alternative by equivalent dose عشان يقدر يستخدموه وتديه كمان الـ recommendation عشان تتأكد إنه هو هيتعامل effectively مع الدرجة وكمان طبعاً برضو واحدة من الحقيات التي ترأي المبادرات دي اللي هي training يعني كان في عدد من الفارماسيست شاركوا في training فيما يخص فيما يخص الـ كيف تتعامل الناس اللي هم عندهم أصلاً مع الحاجة دي اشتغلوا على training بتاع other healthcare staff بالنسبة للجونير staff أو كده عشان يغطوا الحوجة الموجودة في المستشفعات Next please, Dr. Nour طيب طبعاً جزء أصيب زي ما ذكرت بيلتور عمار اللي هو المسألة بتاعت الدرج under investigation نحن هنا طبعاً في السودان مين اللي في الكورونا أو في الكوفيد استخدمنا الـ كان في يعني اللطف داتة طلعت بعد كده اتكلمت عن يعني انه اللي في كسب تاعته كويس شنابول لسا نحن مستنيين الرزالة ما قال دكتور عمار بتاعت الريكبري عشان نشوف هل فعلاً في دليل قاطع اللي في كسب تاعته أو لا ضبرت جزء أصيب من دور الصيدة السليمي هو يكون متابع في مراكز العزل انه الناس اللي استخدموا بأدوية دي وضعهم كانش من ناحية بتاعت وكمان من ناحية بتاعت لانه الكمبينيشن ده مثلاً معروف عنه انه هو بيعمل مشاكل بتاعت عدم انتظام في ضربات القلب كده فلازم يكون برضو دي واحدة من الحيطة مفوضة يركز معها الصيدة اذا احنا بدين الرجي من ده العيان وبعد شوية حصلت له أو هل من البداية العيان بتاعنا عنده اي بتخليه اللي هو اللي بيحصل من الكمبينيشن ده ولا لا فدي برضاها واحدة من الحاجات المهمة اللي هي زي ما قال يبي الدكتور عمار الاليجابيتي كريتيريا الناس اللي أنا عايزة استخدم ليهم الدواء الجديد هل هم إليقابل انهم يستخدموه ولا ما إليقابل وبعد ذاك أنا كيف هعمل منيترين لل للاوتكمس وللسا السيفتي أو السيفتي أو الأدبيرس دفكتة ممكن تنتج عن استخدام الأكوية طراحة على حد علمي لحد الليلة نحن لسا نستخدم الانتفيرال ترابي في الكوبيد لكن دي ممكن تكون يعني أفضل لأنه طبعا معروف جدا عن الانتفيرال سينا عندها ممكن إحنا مشكلة الشورتج هي واحدة من الحاجات اللي كانت في كونسيرن إنه ما يدخل في البروتوكول لأنه يعني هو بيجي ب يعني البروغرام معين اللي نأسى الـ HIV وكده فما كان ممكن تجو برضايز الـ الـ population دي بينهن ونحن نشهيل الدرقس دي عشان تستخدم في الكوبيد لكن لحد الليلة على حد علمي ما لسا ما في احتمال تكون يعني من الحاجات في الفيتشار يعني إنه تستخدموا كده فنحن برضو لازم نكون بريبيرد إنه إحنا كيف نتعامل مع الأدوية دي الحاجة المهمة طبعا أنه الـ participation بتاع الريسيرش اللي ما ذكرت قبل شوية من خلال إنك إنت تعمل الريسيري للعيان data to follow outcomes والـ الـ 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 وكده أو كده انت يمكن تتعامل مع الـ health care team التانيين في الريسيرش وكده نكس بليز دكتور انور طيب آخر آخر بوينت عايزة تكلم عنا اللي هي مسألة الـ الـ الموجودة داخل المستشفيات حقيقي في الفترة الفاترة في عدد من الصياد اللي هي بودور كبير في الـ 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 من خلال تحضير الـ كمان زي ما قلنا الـ الـ دي كانت واحدة برضو من الأجوار اللي اشتغلوها اللي هو زي ما قلنا اشتغلوا في الـ الناس اللي عندهم already experienced بالحاجة دي أو عندهم post-graduation في الـ اشتغلوا مع مع الـ مع الـ health care staff الموجودين في الـ انهم هموا كيف يقللوا الـ 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 وكيف يعملوا المجرس العامة وطبعا زي ما ذكرتك بين من أهم الأشياء اللي بتساهم تماما في في الـ في الـ Infection, Prevention and Control هي ما سألتين انك انت تراشيوناليز الـ بتاع الـ سواء كانت يعني الـ أو الـ نحن من الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل الـ 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 نحتاج لها للـ الـ ودي برضها من الأشياء المحتاج لتراشيوناليز و لتستخدمة مع الـ مونيترين حسنا نحن الـ الـ آخر حاجة بتاكد وطبعا يعني نحن في السودان عندنا لطف بتواجهنا لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى بالـ بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ربنا يعني يوفقنا جميعاً وإن شاء الله يصلح حالنا ويصلح حال البلد وشكراً جزيلاً تاني المنصة وشكراً جزيلاً ناس دار وشكراً جزيلاً ناس دار وشكراً لكم شكراً جزيلاً دكتور نسرين بأكد يكون الـ بأكد يكون الـ حقتنا اكتملت عملنا زي جنرال أوفربيو عن الرول حق الفارماسيس أتكلمنا عن الرول ركزنا شوي على الـ في يوكي وفي السودان ركزنا برضو على الـ في يوكي وفي السودان يعني بعد كده ممكن المفتوح لأيزال عنده سؤال أيزال عنده كومنت سواء في الروم في الزوم معانا ولا في الفيسبوك يعني يعني أي شخص عنده سؤال اشتركوا في القناة مينوال أنا حبدا أسأل يعني أسئلة بسيطة كده كان في زوال يتكلم عن إنه الإمباكت بتاع اللوكتداون يعني على الفارمسيتيكال اندستري والفاينانشيال سبورت بروبلمز في السودان على الـ على الـ على الـ أفتكر يعني إنه تكلم عن المين إشهزة الحصلة في السودان دلوقتي إنه والحاجات اتركوا لها الدكاتري إنه في شورتج في المدسنز إنه دي هي في السودان وبر السودان أنا بس هحور السؤال فحسأل دكتور عمار ودكتور نسرين ودكتور عثمان بالنسبة للالترنتبز يعني نحنا تكلمنا عن يعني كلكم كنتم تتكلم إنه يعني الناس بترجع للصيادلة في إنه تتكلمت عن الالترنتبز نصايح إنه يعني أو جنرال الناس تتكلم عندما تستخدم الالترنتبز سواء كانوا في كميونيتي فارمسي أو كانوا في كميونيتي فارمسي كميونيتي فارمسي بالنسبة للالترنتبز إحنا مفروض نكون الشغل يدعمل بصورة يعني ملتي ديسيكلينري إنه كدب يدعمل مع الالترنتبز الأطيب الموجودين اللوكال دورجزان ترابيوتكس كوميتي الناشنال جايدنس شنو بالنسبة لنا والموجود طبعا حيكون لأنه الألترنتبز بتاعتك اللي انت عايز تاخده لازم تتأكدين إنه السفلاي شين بتاعه لجدام حيكون شكله شنو فبالنسبة لنا أول الشغل دو ممكن نعمل التلوكال لابل وتو بيشارد ناشنالي ثرو النتور بتاعت التلوكال ومنها بتطلع ميموران دا لكل المستشفى لكل الدباطمت في المستشفى نحن نحن الليلة عندنا مشكلة في الدوق الفلاني متأسر بال البوليس الفلانية واحد اثنين ثلاثة أربعة الـ المدودة دي هنتطرر كلها تتاكي داون من الانترنت نغييرها ونخط المونيترين والسافتة الجديدة بالنسبة لل التلوكالي بالنسبة لل التلوكالي بالنسبة لل الدوسيج بالنسبة لل الانتراكشن كل المعلومات الجديدة تتخطى وبالنسبة لينه وماله تتخطى مع الزوكال الإموار الذي يستعمل مثلا بالنسبة ل هل أنا مغير الدواء مجتمع هل أنا مغير البرودكت لو مغير البرودكت البرودكت ضمن الانتراكشن يعني هل هو مرخص هنا ولا نفس البرودكت مستورد من برا لو مستورد من برا وهو نفس الدواء بيكون يعني اوكي في دولة تانية البرودكت نفسه لكن أنا حطر عائل للباكيجين حطر العائل لل للإنفورميشن الموجودة فيه بعمل بحيس إنه أتفاد أي مشاكل ممكن تحصل من السيفتي لجدام وبعد كده حشوف إنه الماني يتكيف وعمل إنه مشى لمنه يتصرف لمنه يتكون تعارف لحد كل بيشن أخده منه على حسن إنه لو حصل أي مشكلة لجدام لأنه الدواء ده غير مرخص تقدر ترجع تقول أنا وصلته لفلان فلانا فلانا أخده حصل له وكده ثم نريع للإمتشاري فالشغل ده ملتديسبليناري ما بين الكليميشن الفارماسيس مع الكليميشن بعد ذلك ترجع للبوديز للبوديز للسبيشياليتي بعد ذلك تشوف المستشفى المستشفى الثانية عملت شئ وبرضو دي كله حيكون شغل ناشونال بسرعة نتوارك بتاعتريه كمي وبعد كده بتطلع الميموراندا فهي بيهتمد طبعا على الدوع ويهتمد على الكونديشن ويهتمد على البروديكت الانتلاقيه إذا جينيريك سبسيتيوت عادي ولا لا إذا تبارلل إمبورت إذا حاجة لائسنس في دولة تانية ولا لا أو إذا تبارلل إمبورت فكل حاجة عبارة ريسك براها وعلى هذا الأساس انت مفرد تكون ثلاثة الانتلاقيهات بتاعتك تتأكد إنو تتخيل إنو ممكن نحصل شنو ما تستطيع نحصل باي السبسيتيوتوشن ده وتطلع المموران ده تكون مختصرة وانبيج تمشي للناس وتغير الإلكترونيك سيستيم على هذا الأساس شكرا نسينا أوكي دكتور نسرين دكتور نسرين معانا طيب دكتور عثمان أوكي أنا هتكلم بس في نقطتين أضيب عليك رام أمار جاتو بس لو من كميونيتي فارماسي يعني أنا بس دارة تفوكس على إنو السيتيواشن في السودان يعني بتكون يوبهرد إنو أساسا في سيفير شورتج مدسينز يعني لو زول هو قاعد في كميونيتي فارماسي ويتتردد عليه يعني كان في قبل يومين كان في زول بتكلم إنو البيشنة نعوهم زير أسكن فور الترنتيز يعني هنالفرمسيست كن دو واتكزاكلي الحاجة بتاعة الـ finding alternatives ذي أنواعي المختلفة يعني مرات إت ممكن تتشينج الـ class of medicine completely مرات ممكن تتمشي من الـ class of medicine لأمام برتاني مثلا من أومي برازول لأي سومي برازول تتشينج بسين الـ class of medicine مرات بتكون بردو مرات بيكون يعني تتشينج الـ route of administrations مثلا من الـ injection لأي حقنا مرات بيكون بردو مرات بيكون بردو مرات بيكون من حبة لكابسولة مرات بيكون دو كل أنواعه وهو الـ different levels منه بتحتاج different expertise أنا بالنسبة للـ community pharmacist في حاجات كثيرة جدا ممكن very simple تدعمي براهم أنا جبال ضربته مثلا بالتغريتول مثلا هذا هو من الحاجة التي سننا بتتكلم فيها الـ change من الـ immediate release الـ control release واضح جدا ما بحتاج أي تدخل بتاع prescriber الحاجة الثانية الممكن تدعمي بردو اللي هو change بتاع الـ formulation يعني دوية دائما بتجي formulation كثيرة مختلفة جدا تطبقوا من السهول اللي السيدة لي بعمليات حسابية بسيطة جدا يغير الـ form of medicine من strength مثلا 100 بيأدوه بيأدوه ماليجرام بيأدوه ماليجرام يحاول لتجي الـ final daily dose بطريقة بسيطة بس باستخدام الدوة تانية الحاجة اللي أنا دار أقول في السودان في مشكلة حقيقية في أنه أنا ما عارف جهات المزئولة شنو عن الـ form of medicine براكس زينا وديما يمسان إدارة الصيدلة مفرود يكون عندها دور أنه تعرف الأدوة التي فيها ماليجرام المعلومة ماليجرام بسيطة يعني حب التعامل مع الشركات والهول سيلر وذلك نحن 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 إذن نحن العملية دائرة 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 ومعينة دائرة حتى تجدر التعامل ومعات التي تركي تغير بسيطة يتكلم عن العيش 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 الان للأهند خلال بالضيئة ولكن أعتقد أن السياس في المجتمع يساعد بها تحديد المجتمع البسيطة وحيات تحديد المجتمع وحيات تحديد حتى بعد ذلك يمكنك تساعد في هذه الحتة بسبب أن نتوقف المجتمع يعني بالنسبة لأي سيدة رسي في السودان لا يجب أن يسمح لأي مرة أن يأخذوا بكثير من صندوق من الحبوب مثل شهر الحاجة برضو من حياتنا ممكن نساعد بها لكي تحديد المجتمع وكما قلت يكون من بدر يعرفين التجاهات عن طريق الشركات وعندما تحديد المجتمع وعندما تحديد المجتمع لكن الناس بالنسبة لأي كما قلت لأي سيدة سيدة رسيطة لأنه حاجة كبيرة والحيات الثانية كميتي فارمسي يمكن أن يغير حاجات بسيطة وعندما تحديد المجتمع تمام دكتور نسرين أيوة معديش أنه كنت أموت كنت أموت كنت أموت طيب في الحقيقة أنا في حدة تسببتك ألترنتي بديعي إذا أتكلم بس عن تجربة بسيطة مرد بينا هنا في السودان إحنا طبعا يا دكتور عثمان لأنه يعني إحنا هنا على حسب الهيط السيم حقنا يعني إحنا ما عندنا رخص عشان نبقى وما كده فإن إحنا نفعل كل شيء مع الهيطة مع الهيطة يعني في المستشفى ديفينتلي بنكون دايما مع الهيطة مع الهيطة اللي هي إن إحنا تتغير within the same class يعني مثلاً في الفترة الفاتتة كان عندنا في اللوزرتان فكان في مشكلة يعني إنه هل ممكن نحول من اللوزرتان لكانتزرتان ولا ما ممكن عيام بتاع هايبرتينشن فـ كد بي يعني مانجد بال بالادفايز بتاعت الفارماسيس الحاجة التانية مثلاً برضو كان عندنا مشكلة في النايتريت الـ مونونايتريت فكان فيها مشكلة والناس يعني هل ممكن تشفت للـ مونونايتريت ساستان ريليز بي ديفرنت دوز ولا نعمل شنو فدي بعض الأدفايز اللي كنا بنشتغل عليها في أو مرت علينا يعني من خلال الإكسفيريينس في الفترة الفاتتة شكراً ممكن بس أعلق هاي بسيطة لو أمكن تفضل يا دكتور الـ بالنسبة للشورتجز ما مفروض إحنا نتفاجئ بها يعني الفكرة كلها إنه إحنا هنكون لن بتطلع المموراندا دي من الـ بتطلع بيقول لك إنه متوقعين إنه بعد ثلاثة أسابيع أو بعد أربعة أسابيع حيكون في شورتج مسلاً من يوم 1 أغسطس ليوم 1 نوفمبر مسلاً فإنت مفروض تديك وكيد إنك إنت تتقدر تعمل حاجة بحيث أن تتغير بالنسبة لك والموناترين وتعالى حساسينه كل شيء عامل with safety in mind فكالعم عثمان مهم جداً جداً فإنه The longer you know the better فبعض مرات ما الأمور بيتمشي كده يعني حتى إحنا إنه حتى ما المستشفى ممكن الطريقة نفسك فيجئة فإنه في السيطوات ما يعني Very quick You have to deal with it on the same day لكن برضو من ناحاتنا إحنا في السودان ممكن نعرف بالحيات دي وممكن نكون نشتغل مع الإمبورترس مع الهولسيلرس مع مع أكبر عدد من الستيكهولدرس ممكن من أن تتتقدر تنظر الحيثة طمم في حاجة تانية كانت ظهرت دورين الحديثة إنه كنا نتكلم عن المونيترين مثلاً إنه يعني إنه ناس بدأت HCQ بعد كده ناس اليوز بتاع الزيسرومايسن سو الرول حق المونيترين في الفارماسيسن يعني كهو زول مثلاً قلوز من البيشن وهو زول تعمل في الفارماسي يعني الرول بتاع المونيترين وهو كانوا مثلاً لينك الحديد مع الفارماكو فيجلنس اكتيفتيز الرول حقها بس أفتكر دكتور معلش في دكتور ياسر مرغني يكون عنده مداخلة معانا دكتور ياسر شكراً جزيلاً شكراً شكراً يا إناد شكراً لكم كلكم شكراً يا عمار عثمان عثمان شكراً أشواك شكراً لكم كلكم والله أنا دار يقول إنه الكلام اللي قاله عمار والقبلية وعثمان فيجون دبي يورينا إنه نحنا لازم نرجع في السوانين لمنصة التأسيس لازم الدودة كله يتحكم بالإدارة العام والإستغذرة المحادية الآن الدودة أو السيد اللي مشتتت جزر 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 جده خلت الناس تعيل السيد اللي كانت تجارة التجارة قبيحة كمان ان احنا محتاجين لاننا نرتيبة من جديد. انا شكر للدوة لانه يعني صراحة دل الحاجة اللي ناكسنا ان احنا. ان احنا زمان لما قرينا سيدة دي قبل واحد وثلاثين سنة قاولينا فارماسي ازا نوبل بروبيشن. اما شافين اي انا وبلدتي ولا شافين اي جي حاجة يعني. وشكرا ليكم بس عشان نديتونا الليلة ثلاثة ساعات او ساعتين ونص محترمات جدا جدا. ومحتاجين لخبراتكم يا عمارو يا عثمانو يا ناس برا. والناس الصمتين زي ناس علي المهدي والج والدارة الرائعة وشكرا يا عشواب وا وشكرا لي نسرين اللي يعينك على مصب الشعب. شكرا جزيل لكم. شكرا نسرين. العثك الجميلة دي جدا جدا. بتسلم تسلم يا دكتور شكرا لك. دكتور عمار هرج عليك يعني زي ما قلت لك الرول بتاع نحي зاتن كوموني ترين يعني مثلا ناس بيتكلم من الهدش أسي كيو. اتكتب في التراتيجي في السودان ويتسحب ويزاوت انو نكون هالفعلا فيه افيدنس ويالفران بدان ذاتا احنا الراول حقنا كفارماسيست فيها كيف طيب شكرا جزيلا دكتوري ناس بالنسبة للأدوية اللي استعملنا احنا في الكوبيد 19 في حقين الدواء الأدوية الماليسنست كان عندنا عدد من الكليينيكال ترائيز الرب ناشنالي لكن أكبره زي ما قلت الريكافوري ترائيز اللي هي كانت فيه عدد كبير جدا من البيشن وكل واحدة فيه الريكافوري مختلفة الازنتروميسين الهيدروكسي ترائيز الكاليتر اللي هو انتيرترو فيرال ثرابي عندك الدكساميثازون وسبحان الله الدكساميثازون أقل واحد كان متوقع انه ممكن يكون عنده افكت والوحيد اللي حتى هاسي أصدق ويعني ورعه ايه بوزيتيف افكت والبلازمي اكسجنج وهاكذا بالنسبة لنا في المونيترين على حسب أي كل الأدوية المستحملة في الكوبيد 19 الامتشاريه عملت لها بلاتفوم مختلف للإلكترونيك الإلكترونيك الريكورنين بتاع الادوسترد لو نحن في السودان هنا المدليس عندنا طبعا الفورمات البيتر الشغالين في موضوع بتاع أب وفي الانلاين سيستم موجود برد فمع يعني ممكن يكون الناس ممكن تسلم الربورت بالإيميل لكن في الانلاين سيستم حصلوا اكتباشن جريب بالنسبة لكوفيد 19 في عمل بلاتفوم مختلف خالص لكل الأدوية بلاتفوم مختلفة لكوفيد 19 عشان تسبيد الديتا بروسيسي بتاعاتها أصايد أي حاجة موجودة في الكلينيكال ترايل يجب أن تسلم بالنسبة للكلينيكال ترايل براها وديتتمشي للكلينيكال ترايل في أكسفورد واللي هم كانوا يعني طبعا الاناليسي لايب بالنسبة للأدوية اللي احنا مثل ريندازيفير مثلا العقابة عن ريندازيفير اللي هو انتفايرل عن ربسيسي لحبتها صحيحات مختلفة ده احنا داخلين بإيرلي أكسس ميبسين سكين يعني الـ MHRA أدت الشركة لإيسنس أدت الشركة برميشن إنه تيجوز بفور إيسنس على نطاق كبير من البايشن على شرط إنه هنستعمل في البايشن بالكونسي وطبعا كلمة الكونسي مهمة جدا أهم حاجة إنه العيانين يكونوا فاهمين إنه الدواء ده ما علاج يعني حدها سي فعاليته ما معروفة وإنك تدخل الترايل دي وإنت فاهيم نفسك داخل علشنه فبالنسبة لهم النساء بتاخد الـ ندازة فيه إحنا بنجي بنشوف الـ 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 برامتر بتاعت الإفكاسي والـ ومنزمين بإننا وزين فترة زمنية محددة نرجع لهم الـ فدي على حسب النظام لكن عموما الـ عملوا مختلفة لـ COVID-19 وأنا بأخذ الحك لفرصة إنه أتكلم عن الـ سودان حسل كيف إحنا في بلان إنه ندخل أبط سهل جدا إنه تسويذ بالـ ربور تقريب طريق لأبصالا عن طريق المجلس برد طيب شكرا هذا جيد طيب دكتور نسرين كان في سؤال من دكتور سارة أو يعني الجميع الحضر إنه هل البروتوكولات تكون 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 الـ الـ و الـ لا ممكن هي تكون باسد عن الـ تكون طيب انت كده بترجقين الحتة تحت الـ إحنا أي حاجة لازم نعملها طبعا لازم تكون إبدا زيما قلنا عن الـ دي واحدة من الـ بني نلقاه لكن يعني في النهاية بالنسبة لنا الفريم الأساسي هو الـ الـ ممكن نرجع للـ باعتبار الـ نفسه مأخوذ منه لكن في النهاية زي ما قلت لك يمكن شوية الحاجة التي تحتاج للـ هي المختلفة يعني مثلا انت لو جاك عيام مثلا أكيوت كورون سندروم أو كده وهو عنده كوفيد شنو الحاجات المجرى الخاصة بيعيان الأكيوت كورون سندروم الانت حتعمل مفروض تخط ها 1-2-3 عشان أي زون من الجور يتعامل مع هذا تفول الـ دي بتكون زي ما قلت لك قبل الـ برضو مثلا عندنا ناس الكلا عندهم يعني بدوا يشتغلوا على بروتوكول معين بما يخص هما مرضى الغسيل ومرضى الزراعة زاريين الكلا وكده دي كمان عندهم أريا خاصة اللي هي الإميون سبريسن ففي زي ما قلت لكي الحوج بتاعت الـ البروتوكول دي جات من وين جات من يعني إنه في رايزد قوشين إنه والله يا أخونا طب نعمل شنو العيان جانا كده كده فدي حاجات ديفينتلي ديفينتلي الإكسperience فيها يعني دور كبير لكن في النهاية برضو حتى الأدوية إنه بنتكلم عنها للـ الـ الـ ديفينتلي عندها فنحنا أي حاجة بنعملها should be evidence-based أو في يعني في لها guidance سموير يعني حتى لو ما كان نحنا عندنا هنا في السودان آمن شكرا في دكتورة أمل أنا دكتورة سمعني سلام عليكم السلام و الرحمة أهلا وسهلا أحب أشكركم جميعا الصياد والمشاركين وأولا أريد أن أقدم نفسي أنا دكتورة أشواغ فرجالله أخذ دكتور آمل يعني أشواغ إبراحيم فرجالله ما تكونوا عارفين يعني عارفين أشكر دكتورة أشواغ دكتورة نسرين دكتور عثمان فريجون ودكتور عمار ودكتور أي ناس كترخيركم على التقديم معلومات جميلة الحمد لله كانت informative presentations أنا كنت مدخيلة نفسي حقوعد الزمن دا كله لكن لم أقدر أقوم لأنها كانت مور attractive و productive خالص عجبني كم حاجة في presentation فحبيت ياريت أنه يوكي والسودان نشارك خطة واحدة عشان يعني نتخطى الفترة بتحت الكوفيد 19 وال استراتيجيز الزكرة دكتور فريجون ياريت لو دانا لاين details تستحق التطبيق خاصة الpartnership القالة بين الcommunity pharmacy and the community أفتكر إنها حتى كويسة جدا وال pandemic education حتخلينا نتخطى يعني نسبة كبيرة وفعلا percent الزكرة في إنها تخفض الكوست وال 4 بليون باون ديحنا أو لباف سوران إنها تبي ردكتب لأن والله فعلا محتاجين لبلان نشارك مع UK عشان ربنا يعني يعين إن شاء الله لتخطي المرحلة الجاي وشكرا لكم كتير ونتمنى إنه يتواصل الويبنار ويتواصل الeducation عشان صياد الله بعد يقوم بيدورهم الحقيقي في تقديم الخدمة الصيدلاني إن شاء الله وفقكم الله جميعا شكرا تسلام دكتور شكرا جزيلا دكتور آلاء 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 أهلاني ناس معاك دي رسألي آلاء كان في لفقتني لما كان دكتور عثمان بيتكلم يعني كان بيتكلم إنه هما زي يعني عملوا expansion للworking hours بتاعت الفارماسيز إنه مثلا يعني يعني بيكون مثلا to meet demand وكده في في وقت إنه إحنا الستراتيجي بتاعتنا في السودان كانت عكس إنه إحنا كنا قللنا الزمن بتاع working hours بتاعت الفارماسيز فأدير أسألك يعني من التجربة بتاعتك مثلا هل فعند حاولتوا مثلا تقللوا الساعات بعدين الـ افكت بتاع الحدي دي لقيتوها كيف و الـ للبراكتس عامل كيف إنتو مثلا هل في reduction في shift ولا يعني الworking hours كيف شكلها عامل الكميونيتي فارماسي في الكميونيتي فارماسي لسه أولموس معظم الصيدليات بتقفل الساعة ستة مع الحظر في صيدليات بسيطة اللي هي بتشتغل لغاية الساعة عشرة ما في بلان إنه الناس يعني هم عشان في إنه reduction في الساعة بتحت العمل لكن استيل إنه طبعا صيدليات المستشفيات كلها شغال 24 ساعة يعني فلو حتيك تحاجة إلا تمشي المستشفى لكن في الـ private فارماسي ما أعتقد إنه الساعة دي في صيدليات شغال 24 ساعة فبالفعل يعني إنه إحنا نشغالين عكس يعني الناس فما في إنه الناس تشتغل for long time يعني معدد صيدليات بتحت المستشفيات اللي هي أورادي شغال 24 ساعة وأنفرشنية لأنه برضو هي صيدليات المستشفيات ما من توفر فيها الحياة كلها يعني فويجيد إشكالي دكتور راسمان إيو نسرين الكلام لا واضحة يهود واحدة من الاستراتيجي سواء لكن الحاجة دي معادلة يعني هي demand supply equation and I do understand يعني النياحي الـ opening hours بتخط عباد زيادة على أصحار الصيدليات ومشاكل بتاع cash flow or profits وكذا لكن what I would suggest النياحي يعيد برضو ودارات الصيدلة الولائية وكذا يخصص الصيدلية صيدلية في أي مدينة أو في أي رقعة جغرافية معينة لنكون مفاتحين لحد وكي تبخير لأن في الوقت وكذلك أعتقد أن يخي الطبيعة الموجودة في صيدليات المستشفى ممكن تكون مختلفة بعض الشيء عن الموجودة في الـ community الموجودة أي حيث المحاول في Covid أن الموجودة مهمة للناس بالنسبة الـ النصل المدينة المترجم للحياة الموضوع الخام يمكنك تmachen bungee يمكنك نحو التعاطية بالليل في الصباح في الليل استمتلك التكتراس للحاول للصيدليات يعجر إنه الإدارة في الصيدلالولايات خصص يعني أي مدينة يكون فيها صيدلية أو صيدلاليبتين أحصل لهم إكستنشن الـ opening hours وشان نقدر يعني يشوفوا النيسة يعني في حاجات برضو من أنا ما حاجة ما ما قلتها لكن بالنسبة لي في السودان ممكن تكون مهمة جدا في حتة بتاع البارتنشب أنا بشكر حقيقة نكتور أشواك كتير ويتو علاء لكلام ذا في السودان ما في تعامل كبير بين الصيدلاليات والصيدلاليبتين فأنا ندخلي لي واحدة من الحالات أن إحنا ممكن تساعدنا في أنه تماني الـ limited resources حقتنا أنه يحصل الـ referrer من صيدليات مختلفة يعني سيء صيدلاليب وفيها تلفون مثلا بس الزول بيضرب تلفون بيشوف قبل ما يطلع من البيت يعني ما عندكم الدول فلان دا ما عندكم يا عثمان عملنا هاي واتسوب groups حاجة زيديا والله أخي الحال دي ما عنده لكني مش تصدر فلان تفضلي ألا بس بس نفس الكلام إنو القروبات بيقينا شغالين بقروبات الواتس يعني إنو الحاجة الفلامينية قاعدة وين ألو؟ 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 المترجم للحياة المترجم للحياة المترجم للحياة ويجب أن تدري أن الوضع كافي بالنسبة للحياة ويجب أن تدري فترص كبير في السياة وهناك مشروعات المترجم للحياة المترجم للهزر ويجب أنها م LabsUE ونحرص تأتيوا بالمترجم للحياة المترجم للحياة سنحرص إن الحادية دي فعلاً يحصل لها السمري وإن هي توصل على ساس إنه يكون فعلاً فيه إمبروفمنت للشكل بتاع البراكتس بتاع الفرمسي عندنا في السودان هنا سأنتهي في النهاية حسأل دكتورة أشواغ الهدف بتاع الوبينار والحادات اللي احنا طلعنا بيها لو ممكن تسامريز الحاجة دي بتكون يعني أفتكة بتكون very great سو دكتورة أشواغ شكراً يا إيناس لكن شايفة نسرين رافع يدها نشوف نسرين ممكن أيو ما ليش بس أنا عندي ثلاثة بوينت حابة ترسفوند لها شايفة فيه كمزول سأل من كم حاجة وياريت بس حابت أوضح الحاجات اللي اتعملت هنا ريجاردي فإن شاء الله هحاولتوا ميكت جسوا من منت عشان ما أخركم قيب كان في دكتورة سارة أفتكر سألت عن في السودان صراحة أنا ما عندي ثكرة عن في الحاجة اللي أنا عرفاها من يعني معانا في المستشفى كان أفتكر شغال على السيفتي اللي هي زي ما بتركم المستشفى تحت الكيوتي وبرلونجيشن فبيعمل بيغلاين للعيان ECG وبعد ذاك بيعمل منترين أو فلوين للبيشنت بال ECG بعد ما يعني ديرين التريتمين وافتر كومبليشن بكورس لكن لحد علمي لحد الآن لسه ما في رزلط أو يمكن لسه يعني شغالين عليها فدي واحدة من الحاجات اللي أنا عارفاها ياريت لو يا إناس أفتكر أنت برضو طبعا المنصة بتاعت الفارموسكال ريسيرش ياريت لو تبنيت لينا حاجة يعني إنيشيتيف زيدا إنه تكالاوكريت مع المراكز العزل وكده في موضوع البحوث دي الحاجة الثانية برضو كان دكتور محمد الأمين من الإمارات فأل عن الرول بتاع الكلينك الفارموسيس في الشور في جزء تاعة ICU ميليكيشن نحن هنا في السودان كان عندنا واحدة من الحاجات يعني اشتغلنا على في فترة اللي هي الاثريتيف والأنجزيك في l-ICU لأنه طبعا نحن يمكن l-ICU بتاعتنا حصل upgrade لل-ICU bits during the crisis فكان في donation لbits وكده مهم يعني من عدد نحن حصل زيادة في الأعداد وطبعا حصل زيادة في l-admission لأنه في عدد من العيانين يحتاجوا لل-ventilation وكده فكان من الحاجات اللي اتعاملت اللي هي زي كانت review لل-dosage وال-dosage regimen يعني بمعنى آخر عملنا rationalization guidance لأنه كيف تراشنالايز ال-energistique وال-cellative دي إنه يكون في guidance واضح لل-nursing staff في ال-administration وكده وفي ال-dosage عشان تراشنالايزر لأنه طبعا الكميات اللي بتجي أصلا منها كانت محدودة في البلد وبعد ذلك بيقى اتفاجأنا في الفترة إنه بيقى في demand عالي عليها في مراكز الأزل فدي واحدة من الحاجات اللي برضو بتذكر إنه مع إدارة الصيدة لبراية الخرطون فكان في شغل زي ده اشتغلناه مع ناس مركز المعلومات برضو الحاجة الأخيرة كانت دكتورة ردينة تقريبا سألت عن ال-restriction بتاع ال-physical attendance في ال-delivery بتاع ال-non-covid patient services وصراحة دي واحدة من ال-challenges طبعا الواجهتنا في السودان لأنه نحن زي ما عارفين الواقع حقنا طبعا ما بيشبه الواقع برا فعندنا مشكلة إنه كل ال-patient information هي عبارة عن paper يعني paper based ما عندنا طبعا electronic يعني إنت عشان تعرف معلومة عن العيان you have to go to the patient area ما في طريقة إنك تاخد معلومة يعني يعني أحيانا المجهودة اللي توفر في الحتة دي في فترة من الفترات حاولنا إنه نقلل بإنه نحن نعمل ال-consultation بالتلفون لكن أحيانا بتضطر إنك إنت تمشي لنيرسي ستيشن عشان تشوف ال-patient file عشان تاخذ المعلومة اللي أنت عايزها عشان تقدر تبارتسيبات في ال-therapeutic plan بتاعة ال-patient وشكرا لكم تسلمي أشوك بدردو بفور يو جو أنا بس في عايزة عدي كومنت من على ال-questions أو النقاشة في الفيسبوك بيج كان في كومنت من دكتورة سارة ريجاردين إنه يعني إنه إحنا نعمل ال-working hours في الفارمسي فهي تكلمت عن إنه أساساً فيه يعني في المتسن فدي واحدة من الحاجات العام للوض للناس يعني مخوفة من إنه مثلاً يشتغلوا مثلاً 24 ساعة لإنه هم الأدوية ما فيه فدي ممكن قالت واحدة من الحاجات اللي بتأثر تاني فيه برضو فيه دكتورة تكلمت عن إنه لو مثلاً الناس يعني كتلت الشفتس إنه الصياد لو مثلاً يشتغلوا ثلاثة الشفتات في الصيدلية فقالت إنه كده بينقلل ال-exposure بتاعتها لل-stuff يعني لل-population فممكن تكون واحدة من ال-infection control majors مثلاً ديونينا الكوفيد فهي بتسأل هالحاجة دي فيه ولا لا هي أنا يا دكتورة رانا أفتكر إنه هي it's a balance يعني إنك إنت لو اشتغلت ثلاثة الشفتات ممكن إنت تكون بتقلل final exposure لكن في نفس الوقت حتزيد المنصرفات so which إنه أساساً السيل ناقص فهو في نهاية الصيدلية business فهي حتختلف من صيدلية لصيدلية ممكن يعني فكرة دكتور عثمان لو بقت مثلاً في numbers معينة بتاعة community pharmacist شغالة مثلاً وتكون هي already مثلاً صيدليات كبيرة وفيها رش كويس فأي قس هما زي كان يعني زي كان أفورد حاجة زي دي وفكرية برضو يعني ممكن تكون effective إنك تتقلل work يعني تقلل exposure يعني زي ما قلنا أنه أي crisis في الدنيا دي أي public health disaster أي public health pandemics associated with shortage لأسباب كثيرة بأسباب أنه فجأة بيحصل demand على أدوية معينة فوق الحاجة اللي احنا متعودين عليها طبعاً الآن يعني أول مرة زي ما قال دكتور عمار الـ globalization تخذتنا لإنه الـ social distance من عملية shipping وعملية الاستراد وتصدير بين الدول فالـ raw materials بيقى فيها مشاكل بالإضافة طبعاً إلى إنك مشاكل للسودان الخاصة لكن الشرط للميديكيشن ذا كان حاصل everywhere بتيجي شرط الثاني مهم جداً هو الإصطاف معروف دائماً في أي epidemiological disaster أنك أنت تتوقع أن الإصطاف حقك هنغزبوس بنسبة 40% يعني أنا لو الصيداليتي بتشتغل بعشرة سيادلة أنا بتوقع أنه أحق أربع سيادلة مرة واحدة دور الفانداميج عشان كده أنت بتيت تعمل الـ بين الـ بين بين الطبعاً الميديكيشن وأنك تشكليها حلول الشورتيج أنك هاو أنك قدر كان طبعاً يمكن الدكاتر أتكلم وأنا ما هدخل فيها تاني عن الألترنيتي وكيف أنه الناس تقدر توجه الناس لحلول بدينة وإنما في الفارماسيز ده بيجي دور الرول سواء إذا كانوا في الكميونيتي أو الملاك في الكميونيتي أو المانيجر في المستشفيات أو صيداليات الكبيرة بأنهم يضع الكلام أنه يحصل له خلل عن العدد الأول عن العدد الذي يشغل به في الحاجة الأولى الحاجة الثانية برضو البتين جدا بأنه يعني المدير ده لازم تترين الإصطاف حق له تترين كيف أنهم يقدر يتعامل طبعا الوقداون يمكن كان فيها شيء مختلف تماما كان في حظر كان في حاجات كثيرة لها فعشان كده أنا باتفق معاك في شغل البلانس أنه إنك في النهاية عشان تبالانس بين اللوكداون تبالانس بين الشارتش في الفارماسيس أنه الصيدليات ممكن عملت لها فورملا كده لعدد ساعات محددة وبنرجع ثاني لمقترح دكتور عثمان وأعتقد هو شغال في القرطون بأنه في صيدليات محددة بتكون معروفة لدى الجميع اللي بتشتغل 24 ساعة في حالة الطوارئ لأنه حتى المواطن العادي بعد الموعيد الحص ما بيكون عنده أكسس إلا في حالة الطوارئ عشان يقدر يمر من الشواك في دكتور علياء هي حديها مداخلة تمام تمام أوكي دكتور علياء أوكي السلام عليكم أهلا عليكم السلام ورحمة الله يخليك شكرا جزيلا على الندوة شكرا المقدمين وشكرا المنظمين جدا في الحقيقة أنا دايرة يعني بس عقب على النقطة بتاعة السيدليات وليه مفتفح ساعات طويلة يعني السودان فيه challenges كديرة جدا جدا challenges تحت المواصلات challenges بتاحت البيت البيت أو الولد الشقاليين في السيدليات they're exposed لأنا عندهم COVID-19 وأهلهم ما قبلانين الحاجة يعني احنا challenges بتاعتنا في السودان مختلفة خالز عن challenges بتاعتنا في بريطانيا أي نعم احنا في بريطانيا فتحنا السيدليات ساعات أطول لكن احنا كان عندنا رش عالي جدا الحظر بتاعنا كان مختلف جدا عن الحظر بتاع السودان الحظر بتاعنا كان انت ممكن تطلع لل essentials لكن في السودان عندك حظر بساعات معينة الفكرة بتاع انه يكون في سيدلية او اثنين او ثلاثة من السيدليات الكبيرة اللي هم مويلين انهم يدخلوا وعندهم الابلتي وعندهم stock كفاية وعندهم حتى يعني الابلتي المادية انه نقدروا يفتحوا السيدلية من غير ما يأثروا على الدخل بتاعهم لكن نفتح سيدليات بشفتات زيادة وما عندنا ناس في ناس متخوفين في مشكلة بتاعت كبيرة جدا يعني اقلب الهيالك سطاف الان بشوفه من السوشال ميديا متخوفين من كوفيد 19 في حين انه لما نجي نشوف النمبرز بتاعنا الكوفيد 19 في الحقيقة سوفار هسا النمبرز اللي سجلت في السودان اقل من 10 ألف يعني المشكلة بتاعت الكوفيد 19 ما بالدرجة الكبيرة بتخلي الناس كلها تخاف لدرجة لكن الميديا عاملة تخوف كبير جدا والناس كلها داخلة في الموجب تحت الخوف من المرض والهلع بتاع المرض ودي حاجة طبيعية محتاجين من القيادة بتاعت الصحة اذا كانت ادارة ادارة الصيدلة ولا وزارة الصحة محتاجين الـ support to be passed للصيادلة عشان يقدر يكون عندهم الـ confidence انهم اطلعوا وانهم نشتغلوا انهم يقدروا اقنع هلهم انهم يقدروا يتقع ويشتغلوا انهم يقدر يشوفوا طرق بينهم نقدروا يعني ترحلوا من بيوتهم في ناس ساكنين في محلات بعيدة كباري بتتقطع في مشاكل بتاع يعني مشاكل بتاع التصاريح فعندنا issues and challenges كثيرة جدا الناس لازم يعني تقع تدروسها بطريقة كويسة علشان تكون في فوميلا تقدر تشتغل في السودان ديفينتلي يعني الفوميلا ذي ما دايما بتكون applicable فيها حاجات كثيرة ممكن تكون applicable بس ما دايما بتكون applicable للسودان الحاجة التانية كنت برضو دايرا عقب عليها يعني بشوف ناس بيعملوا كومنت علي انه هيدروكسي كلوروكين كان انشقال كويس والأفدنس بتاعه كويس وفلان الفلان قالوا ادوه هيدروكسي كلوروكين دي ما anekdotal evidence الانekdotal evidence دا ما تقدر تبني عليه ثراpeutic plan يعني زين ما قالت ناسرين نحنا we have to follow evidence based guidelines في treatment protocols is a treatment protocol that WHO this is what we have to follow is if they drop hydroxy chloroquine we have to drop hydroxy chloroquine عشان يقدر يكون عندنا evidence quays لازم تكون عندنا clinical trials طبعا عندنا التخوف بتاع انه لا ودي دراسة ودراسة سريرية وده بحث وفقران تجارب وشنو لكن هي في الحقيقة هنا في بريطانيا زي ما قال العمار كل العيانين البيو داخلين المستشفى they're دائرة mass media ودائرة intervention برضو intervention من يعني نحن عندنا مش لبتاعت leadership الحقيقة احد دائرين intervention from the leaders انه تدعمل في السودان على اساس من شو هل فعلا hydroxy chloroquine نافع معانا ولا لا قبل فترة لما جات ال paper بتاعت كانت the lancet وقامت ال paper اتسحبت for technical reasons مش hydroxy chloroquine was dropped من ال guidelines ما بتاعت السودان بس براها من guidelines تحت السعود اول ما سحبوه اول ما سحبو ال paper رجعوها ثاني فايت تبعون كتبون طوالي يعني انت شغال reactive نحن we have to take a proactive step ان يكون عندنا دراسة سريرية في مراكز العزل على اساس انه نعرف the efficacy بتاع ال adway addition ما بس reporting of side effects هل هي فعلا effective ولا هي ما effective هيكون عندك control arm وحيكون عندك an arm via dexamethasone وحيكون عندك كل الarms فانا فانا بفتكر the only way forward عشان نحن نعرف بوتيز يفكد بالنسبة لنا انه تعمل في دراسة تكون دراسات سريرية وعند انا مراكز بحوث كويسة جدا جدا وشايف هاسا في هيئة ولا هي committee اللي بحوث تجارب الCOVID-19 بيتأسست ال ال committee دي ف they should start moving very quickly يعني مما سمحت انه ال committee دي اتأسست كانت maybe سبوعين ولا ثلاثة سابع ما عندنا وقت يعني الناس لازم بتتحط ركس دي جدا علشان عشان تقدر تحصل what's بيمشي أسرع مما ينت تتحكي ف that's all يعني دي ال comments بتحتي وشكرا جزيلا for giving me the chance انه اتكلم وشكرا لكل الناس القد ونقدر خيركم شكرا دكتور علي yeah much appreciated so finally كدا بفور ما أدي أشواج تكون لود في أي أزال من البانال اللي ستعندو يعني would like to add something well I would like to summarize anything for the audience ما في مشكلة تماما النقطة الثانية برضو ما في مشكلة في أي لحظة أي جهة حكومية جهة خاصة عندي علاقة بالصيدلة عايز ويبنار عايز أي حاجة أنا شخصيا وهم بهاف عمار وعلي وكل الشباب الموجودين في UK أنا أنا نوز مري مري وهم عندهم مشكلة ف دي كم مدمن نحن علينا طوال أي لحظة ممكن نساهم في الحاجة الثالثة واتكلمت عنها دكتورة سار حيضر حاجة مهمة جدا جدا ويحنا كان ويتصش في موضوع قبل 6 شهور كده أن الـ pharmacy rules في السودان ما كبيرة الحاجة دي حاجة الطبيعية برضو الـ community pharmacy service في العالم الليل مختلف جدا حتى في وزين Europe هنا الـ practice في UK مختلف فدي ما في مشكلة نحن الناس كلها يشتغل مع بعض الحاجة ويتاك تايم شوية شوية لكن هي حاجة مفروضة من الدراسة من المناحج الصيدرانية من طريقة التدريس من الفكرة بتاعت الـ registration من الفكرة بتاعت أن يكون لدينا الـ وفار مع بعض أنا مشور بعد ذاك أن الـ سودان ستتوزع وأصلا إحنا كلنا لو فكرنا في الحلول الصحية للسودان واحدة من أهم الحلول الصحية للسودان هي primary care يعني دي حاجة لازم تحصل للليلة أو لنكرة في النهاية الرئاس صحية الأول يلي ده نقطة مهمة جدا لأن تحصل لأن الليلة في السودان في مشكلة بتاعة أكسس للسيرفيس في ناس بعيدين في مشكلة بتاعة المواصلات زي ما قالت عليها في مساكل كتير جدا فنحنا مفروض السيرفيس بتاحت الهيل ستمش للناس يعني أكثر من الناس تجيئ فواحدة من الحلول الحاجة هي الكميونيتي فارمس أنا مذكتل يعني فالناس ما تقلق الحاجة دي تتاك طايم أنا ما عندي حاجة ثاني بس في أي لحظة الناس محتاج أي حاجة نحن قادم إن شاء الله شكرا شكرا لك دكتور عثمان يعني شكرا لك المترجم لك لك شكرا لك لك الذين هم لدينا اليوم يعني نحن اعجب الحاجة دي وي نحن قدمنا حاجة تكون تكون مفيدة للناس وناس قدرة تستفيد منها ويكون عندها إفكت سو أنا حخلي دكتور أشواج شي ويكون وتوريني إحنا في نهاية حق السيشن ولا لا دكتور أشواج تفضلي شكرا يا إناس شكرا لكل الحضور الكريم سواء هنا في زوم أو عبر الفيس و يعني حقيقة يمكن إحنا طولنا مور دان أور بلان صعيم لكن أنا والناس يعني متصنددة ومواصلة معنا حقيقة لما جاءت الفكرة عن الممارسة الصيدلانية بدت بفكرة أنه فترة الكورونا جائحة الكورونا ده درسي من الدروس المستفادة في الحياة بالرغم من أنه هي تجربة قاسية لكن ما تجربة تتكرر كل يوم وإذا الزول ما طلع منها بالدروس المستفادة الآن أنا بتوقع هيكون خسر حاجات كثيرة جدا لقدام السودان بطبيعة الحال فيه والفارماسي براكتس فيه أن السودان هو كله يعني ما عندنا يمكن عندنا الاندميكس الخاصة بينه التي تيجي سنويا عندنا مرات المشاكل الخاصة الفيضانات ومشاكل الأمطار وكلها مشاكل بتأثر على الصحة بشكل أو بآخر وزي ما احنا عارفين الصحة والحصول على صحة حق من حقوق الإنسان والدوى هو أساسي في هذه الصحة وكل الناس ما بتشعر بالخدمة الصحية المنموسة إلا بوجود الصحة فبالتالي الصيدلي هو يعني دوره غير بقية البروفيشن التانية أنه بيشعر بأنه ملزم يقدم خدمات للناس في شكل توفير الأدوية في شكل بأن الأدوية قد تؤثر في حياة الإنسان كمية من الأفورت الجميلة جدا حصلت في السودان لكن كانت مشكلتها أنها وكان الفكرة للويبنار أنه نستخدم الأفورت بأنه نوري حتى السودان أن الناس شايفة بأنه مشكلة حقيقية بأنه لدينا مشاكلنا الخاصة بالعك مشاكلنا الخاصة بي لنا لأنه لازم من الكميونيتي الخاص بينا ومن الكنتكت الخاص بالسودان لطلح حلول خاصة بين ناس سراحة قالوا كلام ممتاز جدا ولكن في النهاية تشتبي للسودان وهنا دي النقطة التي كانت بهمة الويبنار أنه يجمع في المترجمات الفارماسيست في السودان في كمية من المترجمات الناس بدت فيها ونحن نعمل لها تكون مرس بأن اللي جدام تكون شي أنه ما تبقى بعد دائفر تكون جزء من المترجمات حقنا أنا يعني اتكلمنا عن الهوصبتال روال عن الهوصبتال فارماسيست والكليل فارماسيست روال في الهوصبتال ستنج اتكلمنا عن الهوصبتال روال اتكلمنا عن روال جديدة جدا وهي الانفكشن كنترول والرول التي يضلع في الكمباون للسنسي للصياد لا او غير الصياد وهي المترجمات حقيقية لتنجمات وانا متأكدة تماما لو حصل المترجمات حقيقية النتائج والآت ستكون كبيرة جدا وهتكون جدا افكتب اللي احنا في مستشفياتنا ما مفروض عشان فقط الكوفيد يكون انا عندي الهان سانيتيزر مفروض تكون موجودة افري تايم ومفروض تكون موجودة عندي الحاجة الثانية من النقاط المهمة جدا واللسن الراشنال يوز مدسي و البي بي دائما الناس يتنزل لمن اول يتكلم عن الراشنال اللي يوز الناس يقول احنا دوامات وعشان دوامات احنا محتاجين تراشنال دوام الموجودة عندي انا كنت تفيري من الاولوية من الكوادر المحتاجة من الحلول لل محتاجين نتكلم عن المستشفى الانتيبيوتكس يعني اي زول دخل المستشفى الانتيبيوتكس كل حاجات فترة الجائحة وردنا اهميتها وانو هي ممكن تحتاج تكون مستمرة ما بس خلال الجائحة حتى ما بعد الجائحة طبعا دور الانتيبيوتكس دكتور علياء ودكتور نسرين اتكلموا بكلام يعني انا ما اعيدو لكن اؤكد عليو بانو الكلينيكال ومستشفى بانو الوف لابل يوز انتهى زمن انا ده خبرتي كده او ده انا عارف كده يعني it's a time for evidence base لكن محتاجين local evidence base ما عشان العالم برقال بانو الازيسرو ما يثير بي use معنا احنا نعمل الحاجة دي we can use it لكن we have to generate our local evidence عشان نتأكد هل احنا ذات من ناحية يعني ماشي مع العالم في evidence حقه ولا احنا مختلفين لأي سبب من الاسباب الحاجة يمكن العايز اتكلم فيها اللي هي professional body احنا محتاجين professional body to lead في الاول والاخير محتاجين professional body انه to acknowledge the pharmacist role محتاجين professional body even عشان يقاتل الحقوق الصيادلة للمشاكل الموجودة دي كل انه to negotiate on behalf of the pharmacist اخر حاجة عايز اختم بيها انه احنا الان داخلين كل العالم يمكن بدأ والسودان مفروض انه في فترة او بعد الان ما بعد اللوكداون ما بعد فترة تحضر ورفع الحظ وتقليل المدة الحظ احنا لو ما كنا prepared لها اذا pharmacist ما لالفترة الجاية ومشاكل الخريف لنا وقد تكون call يعني joining مع الCOVID هنا هيكون دي اذا محدة من الopportunities تكون missing بالنسبة لنا فمحتاجين نشوف الopportunities الموجودة لنا في فترة ما بعد الحظ وانه احنا كيف لقدام لو حصلت جائحة زي الكورونا او اجل منها مشاكل الانزام الملاريا الكوليرا ومشاكل احنا بالجينة دي هل مفروض احنا نكون مرتبين انفسنا منظمين صفوفنا عشان نقدر انه احنا نقدر نتجاوز اي مشكلة لقدام تجينا يعني كده انا حاولت الخص في زمن في عجالة انه اتكلم عن الاهداف الخاصة بالوبينار بالاهداف القامة من اجلها الوبينار بشكر انا نيابة يعني عن الحضور كل الفيناليستر كانوا موجودين معاي حقيقة من بدين من لحظة بدين طرحنا الفكرة اتداء من ارور اللي هو الحاضنة للبرنامج ده وكل الفيناليستر والسبيكر كانوا موجودين معانا كلهم تبنوا كلهم ادونا من زمنهم فشكرا جزيلا لهم وشكرا جزيلا لإناس للمدرات 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 وإن شاء الله تعالى الحلقة دي لو أنور موجود معانا هو بيورينا الحلقة دي لناس دائرة تشاهدها بتشاهدها وين وهي تنزل في اليوتيوب كون طبعا بصيد الفيس بوك فيج اللي هي مبثة فيها الآن شكرا جزيلا لإناس شكرا 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 دكتور أنور لك لإناس المهند قبل كده والشباب كلهم مع الحلقة دي كلها إن شاء الله القانل دي هتكون موجودة في شكرا تهت البحثين والسردان في اليوتيوب تمام شكرا جزيلا يا دكتور شكرا جزيلا لكم وديكم العافية إن شاء الله الله بأس شكرا 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 دكتور عمار شكرا دكتور عثمان شكرا دكتور شكرا شكرا دكتور نسلين شكرا نسلين تسلمو الله بأس سلام